اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة خاصة برئاسيات 12 ديسمبر 2019 اليوم سنناقش الاستراتيجية الفلاحية والصناعية في برامج المترشحين للرئاسيات بحضور كل من السيد بغتاوي السعيد ممثل عن المترشح عبد المجيد تبون اهلا بك سيدي شكرا ويحضر أيضا معنا السيد محمد مقران ممثل عن المترشح عبد العزيز بالعيد اهلا بك سيدي مرحبا كما أيضا يحضر معنا السيد مدني لخضر ممثل عن المترشح عبد القادر بالقرينة اهلا بك سيدي مرحبا إذن كما سبق ونشرط اليوم سيكون النقاش حول الغطاع الفلاحي البداية تحتوا على الأمن الغذائي شوفوا أن فاتورة استيراد الحبوب متزال تتجاوز المليار دولار خاصة الإحصائيات الثمانية أشهر الأولى من سنة 2019 نتحطوا على كيفية تحقيق الأمن الغذائي في برامج الرئيس المقبل للجزائر البداية معك سيد بغتالي نعم نتكلمو عن الحبوب فيما يخص الحبوب هي لازم نقارنو مع الدول اللي تتشابه مع المناخ متعنا إذن الجزائر هي فضاء زراعي واسع جدا يمتاز بثلت فوصول والأربعة فوصول أربعة فوصول محددة بكثر من ثلاثين مليون هكتار والثلت فوصول ستين مليون هكتار الحبوب هي نتع ثلت فوصول كفيها ثلت فوصول لإنتاج الحبوب النوعية لإنتاج الحبوب النوعية يبقى الكثافة نتع الإنتاج هنا إذا كان قررنا مثلا الجزائر بالهضاب العليا اللي موجودة في الجزائر بالمكسيك لأنها كان مناخ في المكسيك اللي شابه لهضاب العليا المكسيك استطعوا بشي حقوه أربعين طن في الهكتار ربعمية كونطار في الهكتار هنا في الجزائر ممكن نحقوه نفس النتيجة بالدليل في وقت المرحوم قاسدي مربح للمكان وزير الفلاحة دار تجريبة صغيرة وحصل على خمسة كيلوغرام في المتر المربع بمعنى خمسين طن في الهكتار خمسمائة كونطار في الهكتار هذا ممكن تقنيا ممكن يبقى الخصائص اللي يمتاز بها المناخ الجزائري هو الجفاف اليوم الجفاف أصبح هناك الوسائل التقنية للري والمياه مهما كانت نادرة اليوم كانت توفر المياه بفضل التقنيات العصرية منتع تحلية مياه البحر مياه البحر أصبحت في متناول الزرع نعطيه على سبيل المثال إذا كانت مشينا على متوسط ميتين قونطار في الهكتار نستهلكه خمسين قونطار مقابل المياه ونستهلكه في مقابل التقنيات ثلاثين قونطار عدنا ثمانين قونطار تكلفة ونجنيه ميتين قونطار لنرابحين مية وعشرين قونطار لذلك لازمنا نمشيه للاقتصاد الزراعي الزراع الاقتصادية الاقتصاد الزراعي هذا كل شي يحسب إذا كان نستثمر أموال كثيرة ونجيب فائدة نستثمر أموال كثيرة ونجيب فائدة إذن ما نخسرش مهما يكون ما غاديش نخسر غادي نربح وبالتالي الجزائر ممكن باش تصبح في سنوات قليلة مصدرة للحبوب نحن ابعاد كل البعد على الاكتفاء الذاتي يعني في برنامج تبون تم تركيز على الاستثمار في الإمكانيات الزراعية في الإمكانية التقنية العالية والاستثمار بمعنى الكلمة لأن إذا كان نبقينا في الحالة الحالية ندعم الفلاح باش يدي يبقى في متوسط عشرين قنطار هذه فيه خسارة لبلاد وخسارة للفلاح وخسارة الاقتصاد الوطني أنا نعطي للفلاح لوسائل التقنية ونوفر له كل وسائل لوجيستيك عن طريق شركات متخصصة باش يطلع الميتين قنطار في الهكتار لما يطلع الميتين قنطار في الهكتار يدفع التكلفة بثمانين قنطار يبقى له مية وعشرين قنطار هو ربح في الاقتصاد الوطني كبير وربح للفلاح وكذلك الدولة التي تتقاضى الضرائب على الفلاح لا يبقى دعمه هو يدفع الضرائب للفلاح والثمانين قنطار تعالى المصارف هذه هي إنتاج هي تدخل في رقم عمل في حركة اقتصادية التي يدخل فيها مهندسيين يدخل فيها مقاولات خاصة مقاولات انتع شباب اللي غادي يتخصوا في الميدان كان اللي يتخصص في السقي كان اللي يتخصص في التسميد كان اللي يتخصص في العشاب الضرة والمعالجة كان اللي يتخصص في الحساد إذن غادي نمشيوا على الديناميكية اقتصادية كبيرة ونصبحوا دولة مصدرة للحبوب في ظرف ثلث سنوات ما يفوش ثلث سنوات نصبحوا من أكبر دول مصدرة للحبوب وهذا ممكن ماهوش مستحيل سيد مقران بالعودة ربما للإحصائيات نشوف أن الحكومة أعلنت في جوان الماضي عن وقف استيراد القمح السلب تم تحديد أيضا فاتورة استيراد القمح الليين في حدود أربعة ملايين طن بدل ست ملايين طن لكن فاتورة الاستيراد الحبوب متزال مرتفعة إذا تحدثنا أيضا عن فاتورة الاستيراد المشتقات الحليب أيضا متزال مرتفعة اليوم في برنامج بالعيد كيف سيتم تحقيق الأمن الغذائي في غضون السنوات المقبلة في حال فوزه كرئيس شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرصالين أولا أشكركم على هذه الدعوة ومن خلالكم تحية لضيفيك الكريمين ومن خلالكم أيضا تحية لإخواننا الذين يشاهدون على هذه القناة بالعودة إلى سؤالكم فالاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي ليس ببعيد المنال إذا توفرت بعض الشروط فنحن من وراء الدكتور عبد العزي بالعيد في برنامجه كان برنامج محواري عنده وخاصة الفلاحة والسياحة ففي المجال الفلاحي نقدر نولي للوراء نقول لك بللي كنا من البلدان المصدرة للقمح وفرنسا جاءت دخلت علينا وضربتنا لجل دراهم نسألوها الدراهم بتاع القمح جاءت يعني كانت سبابش وكنا أنا ذاك الهكتار الواحد ما كانش يتجاوز 15 قنطار في القطار نقول إيش نديروا ذا كنا نديروا بالك هذا الحسباء أنا ذاك لأنه كانت بالطرق البيدائية وبعد تطور العملية وتطور الفلاحة اصبحنا الآن نوازي أبابري واحد من 35 حتى الـ 40 قنطار في القطار ولكن هناك يعني البيطان فات على أراضينا الفلاحية ومن خلال قلصنا من القلصت قلصت عنا الأراضي الفلاحية وأيضا هناك كانت هناك هبة نوع الماء في زراعة البقول والحمضيات ويعني تنسينا الفلاحة الزراعة اللي تجلب بنا الغذاء واللي بفضلها نأمن الغذاء التعناوية زراعة الحبوب لأن الفلاح بدأ يتبع الربح السريع والربح السريع لي أنه نقوله الدولة كدولة أو الحكومة موفورتش الظروف الملائمة حتى الفلاح تخليه متفتح على هذا المهنة فنأي دكتور عبدالعزيز بالعيد يعيدكم أولا بتصليح هذا الوضعية وهي بإنشاء أولا هذا اللي سيلو لأنه نقول لك باللي العامين هذا العام اللي فاته واللي قبله كان عندنا اكتفاء وجات الحكومة على لسان الحكومة باللي عندنا خيرات جات كبيرة ولكن ما قدرناش نخزنها لا ما قدرناش نخزنها لأنه التخزين التاحة را نديروه في الاستبلات وفي المستودعات وفي الأماكن التي لا تليقوا بها هناك إفرازات أنها تفسد وهناك إفرازات أنها ما تبدأش لائقة وأيضاً عندما هذا التدعيم التدعيم الذي يضر بالمنتوج الوطني أيضاً عنده أثار سلبية على دعم اجتماعي فبالعيد يقول لما نستش ندعم المنتوج أن ندعم الفلاح الذي ينتج وندعم المادة المنتجة التي تنتج نقول لك أختي الكريمة وش رالن نرمو في الخبز أكرمك الله في المزابل بيكفي أربع أو خمس دول مثل الجزائر نحن ما نقدرش نقول نستغنى على استيراد الحبوب ونحن ما أضطرناش العملية هذه لأنه نحب ولا نقرأ التدعيم التدعيم العشوائي لهذا المنتوج مثلاً نجول له الخبز كنا ندعمه الخبز يشريه الفاقير كما يشريه الغني الآن الناس يعني ما هوش المواطن ما هوش يشري الكفاية التاعه راه يشري ويبضل لأنه عليه كل حاجة بشي مكانها فالدكتور عبدالله هذه من جهة الجهة الثانية عندما تكلم مع الدكتور عبدالعز بالعيد عن الصحراء وقال من سموهش صحراء من سموه الحدائق لأنه كل خيرات تأتي من الجنوب وخاصة أننا الآن نحن نستهلك في الثروات الباطنية أما الثروات اللي موجودة فوق الأرض لازلنا لم لحد الساعة يعني ما لحقنهاش وعليه في برنامج الدكتور عبدالعز بالعيد هو سيكون الجنوب المحور الأساسي وستكون الزراعة الفلاحية في الجنوب هي من أولوياته في خلال السنة الأولى من انتخابه لأنه راح ينحمل مسؤولية حتى للشركات الوطنية الموجودة حاليا هناك مثلا الآن بدأت شركة كوسيدر في الاستثمار في الجنوب في الفلاحة والإنتاج تلاحة يعني بداية هالأيان نقول لك لو درنا لو درنا مثلا رحنا للشركة نفتعل صناتراك يعني كون روحوا للتكلفة تاع البئر تاع البيترول اللي راي فوت ثلثة علاف متر يعني حوال يعني ثلاث 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 كيلو متر باش نلحق للعمق وينجبد البيترول تخيلي المصروف هذا اللي نصرفوه لو رحنا للزراعة بهذه الكيفية لو صخرنا شركة مثل شركة صناتراك أو تكون انفليار تبع لها وهي موجودة على أرض الواقع وصخرنا كل هذا الكم الهائل من أول من المادة يعني سيتم التركيز على الفلاحة في المناطق الجنوبية أكيد نعود يعني للسؤال السيد مدني كما شفنا أنه هناك يعني كل المترشح عنده برنامج خاص للقطاع الفلاحي حتى ربما يحقق الأمن الغذائي للجزائر في المستقبل اليوم بنغرينا ما هو يعني البرنامج تاعه لتحقيق الأمن الغذائي للجزائر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجدد شكري للقناة والضيوف الكرام والشعب الجزائري عبر هذه القناة في برنامج المترشح السيد عبد القادر بنغرينا وبالخصوص في القطاع الفلاحي منهجية إعداد البرنامج كانت أولا تشخيص الواقع ثم صناعة رؤية استراتيجية ثم وضع تدابير لتحقيق هذا الأمر إذن نعود نرجع للواقع نتكلم عن 9.4 مليار دولار وردات غذائية إذن تبعية الغذائية الجزائر ما يمثل 20% من الوردات الكلية 32% منها من الحبوب إذن هذا على مستوى الوردات يعني الفاتورة هذه السنة في الثلاثة تجوزة المليار نتكلم على 2018 يعني كوريدات في 31 ديسومر 2018 إذن هذا هو الواقع نتكلم كذلك عن عدة مخططات وطنية للتنمية الفلاحية منذ 2000 إلى يومنا هذا بعضها امتد عشر سنوات مخطط الوطني للتنمية الفلاحية ثم وبعضها خمس سنوات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وتجديد الريفي ثم المخطط الأخير لرسالي واللي ينتهي في 2019 ومخطط الفلاحة نتكلم عن استثمارات وأموال كبيرة جدا صريفت في هذا الميدان الآن ما هي النتائج هل تغير وضع قطع الفلاحة في الجزائر هل تغير مستوى الأمن الغذائي في الجزائر ننظن أن الوضع يعرفه العام والخاص استراتيجيتنا قائمة أولا على أربع أهداف كبرى أننا ننقل مساهمة الفلاحة في الناتج الداخل الخام من 12.7% حاليا وبالمناسبة قطع الفلاحة لما نحسبه خارج قطع المحروقات يمثل 50% من الناتج الداخل الخام خارج قطع المحروقات ننقله من 12.7% حاليا إلى 20% إلى 20% كذلك نزيد في المساحة المزروعة الآن المساحات القابلة للزراعة 34 مليون هكتار الآن المساحة المزروعة هي 8 مليون هكتار فقط نزيد في المساحات المسقية للأسف شديد رغم الاستثمارات الكبرى في قطع الري لم نصل إلا إلى 1.3 مليون هكتار من الأراضي المسقية يعني لو نصل إلى مضاعفة الأراضي المسقية كيف ستكون الإنتاجية سواء كان على مستوى الزراعات الكبرى في الحبوب أو على مستوى الخضر والفواكه كذلك نتكلم عن الاكتفاء الذاتي وهنا نحن نفرق بين أشيء يسمى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على مستوى الدولي كان يسوق إلى أن الدول النامية لا تذهب إلى الاكتفاء الذاتي ولكن تذهب إلى ما يسمى بالأمن الغذائي ماذا تستثمر إذن كان يسوق هذا من طرف الدول الصناعية للأسف شديد في مرحلة الثمانينات في ظل التوجه الليبرالية إلى غير ذلك فالأمن الغذائي أصبح إذا كانت دولة قادرة ماليا لا تستثمر لكن أزمة الغذاء العالمي وارتفاع الأسعار في 2007 أرجع لهذا المفهوم دوره وبالتالي الدولة لابد أن تصل ليس نقول إلى اكتفاء الذات مئة بالمئة ولكن تصل إلى نسبة كبيرة من اكتفاءها تلبية احتياجاتها الغذائية لأنه يدخل في إطار الأمن الاستراتيجي للبلد لذلك سنستهدف تقليص هذه الفاتورة التي تكلمنا عليها وفق مصارين إذن المصار الأول وهو أننا نزيد في الإنتاج من الحبوب اللي نستهلكه منه سنويا حسب بعض دراسات أن واحد 187 كيلو غرام لكل فرد جزائري وهذه نسبة كبيرة جدا حتى عامل كبير لابد أن يبذل على مستوى العادات الغذائية إلى غذلك 2.7 مليار دولار في 2018 كلها متوجهة إلى قطع الحبوب لكن المساحة الموجودة الآن والأراضي وطبيعة الأراضي كما تفضل الأستاذ وهم تخصف مجال الزراعة قادرين بهذه الأراضي أن نحقق الاكتفاء الذاتي ونصدر كذلك وأقول أكثر من ذلك ستكون جاذبة حتى لاستثمارات الأجنبية في مجال الاستثمار في مجال الحبوب الجانب الثاني وهو كيف نرقي صادرات خارج المحروقات من شعبة الخضر والفواكه طبعا أدوات التدخل لابد أن تكون كبيرة جدا نراجع ألية التدعيم الدعم للأسف الشديد لا يذهب دائما إلى مستحقه لا يذهب إلى الفلاح الحقيقي هنا نتكلم رسميا على 900 ألف حامل لبطاقة فلاح لكن هناك فلاحين آخرين يماسون من هذه الفلاحة لكن لأنه ما عندهش العقد لإمتياز ولا ما عندهش الأرض يروح يكري الأرض ويفلح الأرض هو الفلاح الحقيقي والدعم يتوجه إلى غير مستحقه هذا الأمر لابد أن يضبط كذلك لابد أن ما تمارس الدولة دورها في مجال الضبط في مجال الضبط لأن الفلاح ينتج والمنتوج تاحه يخرج من المزرعة بعشرة دينار ويصل إلى المستهلك بخمسين دينار ربعين دينار هذه يأخذها الوساطة نحن لا نشجع الآن فلاح سوف نشجع في الوساطة وبالتالي لابد عملية الضبط التجاري للقطاع الفلاحي لابد لابد منها كذلك لابد أن نتدخل في مجال توسيع أسواق الجملة وتوسيع الغرف التبريد إلى ذلك وتوسيع الفوترة في هذا المجال ونتوجه إلى أن الدعم كما هو مدلل في أمريكا وهو مدلل في الاتحاد الأوروبي سيكون الفلاح الحقيقي مدللا في الجزائر لأنه يضمن أمناء الغذائي هناك كثير من التدابير إذا كان فيه الوقت بقيا نتكلم عنها في مجال الصناعات الغذائية كبعض المنتجات فيها فائض في الإنتاج لكن لا تجد لها تصريفا يعني نتكلم عن طماط مثلا نعم سياسة التحزين غير سنعود للصناعات الغذائية نعود لك سيد بخداوي يعني رغم الظرف الاقتصادي اللي مرت به الجزائر من 2014 على خلفية تهوي أسعار النفط نشوفه أنه الحكومات السابقة ما أخدتش أنه إلغاء الدعم الفلاحي كخيار كان ضمن جدول أعمالها اليوم يعني الرئيس القادم للجزائر نتحدث على برنامج تبون هل سيواصل سياسة الدعم الفلاحي ودعم الفلاح؟ لا إحنا عندنا نظرية واحدة أخرى إحنا الفلاح نغنيه إحنا نخليه الفلاح باش يرجع غالي لأن الهكتار في الجزائر يقدر ينتج بالدولار حتى المئة ألف دولار متوسط في كثير من الزراعات لأن الشي اللي لازمنا نعرفه هو ظهور سوق جديد للمواد الغذائية العالمية هو يسمى الغذاء الصحي سكونابيلالي ميكامو هذا الغذاء الصحي الذي يقي الإنسان من الأمراض المستعصية من سرطان من الكوليستيرول من الديابيت هذه الأمراض الحديثة نتيجة الغذاء السيء نتيجة السكر والدهون زيوت المهدرجة إلى آخره نحن الجزائر جغرافيا تحوز أكبر فضاء زراعي تقربن أربعة أخماس الفضاء الزراعي الغذاء الصحي سكونابيل لزوليغوفينول وهذا أصبح عندهم سوق كبير إذا ما قررنا الجزائر مثلا بالسيليكون فالي ولا كاليفورنيا خطر كاليفورنيا المنخ لأربعة فصول موجود ثلث من الهكتار في الولايات المتحدة الأمريكية وتسعمائة ألف هكتار أولا مليون هكتار في المكسيك ثلث من الهكتار اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت 600 مليار دولار مؤخرا كنت في واشنطن خبروني الأمريكيين باللي تطلعوها ل750 مليار دولار وما أدرك 32 مليون هكتار هنا في الجزائر زيد على ذلك أن الأمريكيين يشهدوا لو تصنف لخاطب تحليل الكيميائي الفيزيائي لزيت الزيتون الجزائري أولا الطمر الجزائريا اللي هي فريكتوز ولا البرتقال الجزائري وغيرها من المواد هي مواد أحسن المواد العالمية أحسن تصنيفا أحسن المواد العالمية لأن المناخ نتعنا مناسب ومناخ نتعنا هو أحسن ربي يعطينا هذه أرض شو هذا هذا الأرض هذه هي اللي تكفي يبقى أن لما تكلموا عن الماضي الجزائر كان ضحية الجوسسة الاقتصادية كان تعطي للمشاريع لأنني أعطيك على سبيل المثال عندما عندما أعرض تزيد الزيتون نتعي لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكتشفوا الخصائص الطبية التاحة الخصائص معروفة هذه الأمريكيين كانوا قرروا باش ينمي وهنا مليون هكتار في الجزائر نتعزيتون كان قال للسافير بيرنارد فورد قال لي باللي الجزائر يضمن الجزائر مدخول كثير مئة مليار دولار صافي في المليون هكتار هذا إلى أن المشاريع تعطل وكثير من المشاريع كثير من المستثمرين كثير من المشاريع اللي تعطلت تحلية مياه البحر قدمتنا قدمنا احنا البرنامج هذا منذ 96 ولكن تعطل حتى اليوم الناس رأيها في السعودية ولا في سبانيا في تحلية بالطاقة النووية بالتكنولوجيا النووية ينقام 15 دينار المتر مكعب المتر مكعب احنا رأينا نديره بالطاقة تقليدية ينقام 80 دينار المتر مكعب اذن احنا لش الحمد لله اليوم هوافات القانون النشاط النووي اللي غادي الجزائر تدخل في الطاقة النووية اذن احنا لازمنا احنا اللي عندنا اكبر فضاء زراعي علامي وانا نقول لك الاسواق تتطلب من الجزائر اسواق العالمية اكثر من الفي مليار دولار وما كاش دولة اخرى اللي ممكن تنتج هذه المواد الا الجزائر لانها خصائص مناخلية سيد مكتاوي الان انت تتحدث على الامكانيات اللي تسخر بها الجزائر نعودوا الى نقطة الدعم الفلاحي للفلاح الجزائري في برنامج تبولي ان الفلاح الفلاح قلنا احنا غادي نغنيوه ما ندعموهش انا غادي نخليه يربح يربح اموال كثيرة مجلوني فلاحاتكم احنا احنا غادي نديرو شركات غادي نمشيو لنظام زراعي جديد يعتمد على تقنيات عالية على قوة الخصو المناطق انا غادي تولي فيه مناطق متقصصة والفلاح غادي يعوض بشي قلنا يدي عشرين قنطار غادي يدي ميتين قنطار يخلص ثمانين قنطار مصروف ويربح مية وعشرين قنطار هو يعطي الضرائب للدولة احنا هاد الدعم علش ندعمنا الفلاح الفلاح غادي نخليه يستغنى الفلاح الضعيف اللي يدعم انا عندي الوسائل كان الوسائل التقنية وكان شركة اجنبية اللي هي مختصة وكان اسواق كبيرة عالمية انا غادي نقولي نربح اموال كثيرة والفلاح غادي يصبح غاني والعامل اللي يخدم في الفلاح يصبح غاني والمقاولة على الشباب اللي غادي يدخلوا في المناولة يصبحوا اغنياء والمواطن الجزائري يصبح عنده قدرة شرائية كبيرة ونصبحوا من اكبر الاقتصاديات العالمية علشانا نمشي نخلق الفقر وانا قادر نخلق الغينة لخادر كيف دعم واحد رفاقير اليد العليا خير من اليد السفلة انا غادي نمشي لنا برنامج اقتصادي يعتمد كما في الولايات المتحدة الامريكية لان احنا نعطيك على سبيل المثال احنا لما منعناهم هنا لانما ما ساعدتهم مش الظروف باش يستثمروا المليون هيكتار رجعوا لسيليكون فالي داروا خمسمائة الف هيكتار تفاهموا مع الفلاحين عن طريق عقود وقالوا لهم غيروا الانتاج تعكم احنا نساعدوكم وجابوا شركات مختصة في الشتلات شركات مختصة في السقي شركات مختصة في الزبر شركات مختصة في المعالجة مع الجامعات يخدمون مع الجامعات بتقنيات عالية جدا شركات مختصة في الجن في العصر وفي التسويق اذا لحقوا 10.000 لترا في هيكتار اذا هما عندهم متوسط انتاج تعهم نوعية متوسطة اذا احنا اليوم السوق تعزيز زيتون اللي راه فارغ اللي راه الخطر لليوم تغيرت المعايير تعزيز زيتون المجلس الدولي للزيتون اعتمد مقايز السحية لما اعتمد المقايز السحية اقصية تقريبا 80% من زيت زيتون من السوق العالمية المكان وين ينضج الزيتون وتكون في المقايز السحية ابقت موجودة متوفرة في الجزائر العالمية ساعات كبيرة إذن هذا السوق على ميّ رأحيت نتظرنا في الممكن إلى نظ przewin سوق على ميّ رأحيب نتظر بطرف الشرول في هذه المواد ونجد ز чувств أنه يصدر الحبوب والحليب ولكن ليس حليب الابقار أو غير المستحف صحيح حالي بالأغنام احنا عدنا للسهوب نتعنا نسقيوها وننميوها ونكتفو الأغنام والأغنام لحالي بتاعها صحي وكذلك حالي بالنوق للإيبن إلى آخره نعم نعود لك سيد مقران نتحتو دايما على سياسة الدعم الفلاحي في هذا السياق أيضا نتحتو على هل سيتم أيضا إعادة فتح ملف مشاريع الدعم الفلاحي هنا يعني بين قوسين الوهمية خاصة نشوفنا نفسها ونواة السابقة استفاد منها فلاحون يعني وهميون هنا كانت مشاريع فلاحية وهمية خاصة أيضا في التصريحات خلال بالعيد الأخيرة كان دايما يقول أنه الدعم يكون للفلاح الحقيقي كيف سيتكون عملية الدعم في برنامج بالعيد شكرا برنامج الدكتور عبدالعز بالعيد وركب شدته خيطابات يعني هو متركز كثير على الفلاح يقول لك فيما يخص الدعم يبقى الدعم ولكن موش الدعم المعمول به الآن الدعم سيكون الدعم المباشر نقول لك على سبيل المثال الدعم المباشر هناك الدعم المطروح الآن الفلاح عندما يحب يروح يشري جرار أو آلات من من أدوات اللي يستعملهم في الفلاحة راهو يروح يقول جيبوا لي فاكتور بروفورما من عند الفورنيسور وهم بعد دير فاكتور بروفورما ديها للمديرة الفلاحة وديها للغرفة الفلاحية وعند بعض يعني واحد المحطات الفلاح ما يشوفوا له ومبعد ده هذيك الجرار اللي سوا مئتين مليون الفلاح يقوم خمسمائة مليون ويروح عليه التعم إذن ما نفيش ندعمه فلاح الفلاح ففي برنامج الدكتور عبداليس بالعيد هو ندعم الفلاح المباشر ولكن كيف ندعم الفلاح المباش؟ وكيف نحسين الفلاح؟ إحنا في البرنامج تعبنا عبداليس بالعيد هو وإعطاء الأولوية وأيضاً إعطاء الصيفة لرئيس البلدية البلدية هي اللي تكون عندها الأحقية باش تحصل الفلاحين لأنه الآن الفلاحين راح في الله الشوم برخدم بطاقة ورك فلاح ما عندك حتى علاقة بالفلاحة وهذه الناس هما اللي استفادوا من الدعم وهذه الناس هما اللي استفادوا من مسح الديون ولكن الفلاح الحقيقي لم تذهب له الإعانات ومشفناش فعندما نذهب إلى البلدية والمجلس الشعبي البلدي هو المخول قانوناً وهو بحكم وضعيته وبحكم تواجده هو اللي يرسوس الفلاح هنا كيف يبدأ الفلاح الحقيقي هو اللي يرسوسه وراح نطيل الدفع وراح نطيل الإعانة بناء على ما هو موجود فوق الأرض أيضاً اللي تكلمنا على المربي سواء منتجي الحليب أو مربي الأغنام والإيبيل والمعيز وأيضاً اللابيكولتير يعني تعالى النحل يعني هذا الشعب كلها ستصبح منتجا وأيضاً سنفتح لها فضاء من أجل أنها تصيب تواجد وتصيب أرياحية عندها لأنه نقول لك باللي من الجزائي العاصمة حتى الثلاثل نعدوا باللي هذا الحوض هو حوض حليب يعني استاب باصليتي هنا يعني كنا في السبعينات كنا نصدر هذا المنطقة كلها في هذا البيتراف كنا نصدر السقر كان الحليب ما نسمعوش به كانت حتى يعني ما سمي بالزعاصي اللي أخي كسمهم تعاونات الفلاحية اللي كانت أنا ذاك يعني كانت أن دي كابي ولكن كانت تكفي تكفي كل المنطقة لأعلاها لأنه كانوا يعطين قيمة للفلاح وكانوا يخدم الفلاح نقول لك مثال أنا شفت مؤخرا في بعض المدينة في سويسرا فيها 18 ألف ساكن فيها 18 ألف بقرة فيها أكثر من 25 مصنع لديميني تريتا الحليب وفيها مصانع للجلود فيها مصانعة لفرماجي يعني مدينة فلاحية بامتياز وصناعية بامتياز وتجارية بامتياز ومصدرة بامتياز كل هذه الخبرات سنسعى في برنامج الدكتور عبدالعز بالعيد إلى تجسيدها في الجزائر لأنه الآن أصبح الأمن الغذائي هو يعني لا مفر من اكتساب وتوسيع النشاط من أجل لأنه مناقضوش يكونوا أسيات مناقضوش يكونوا أسيات وإحنا نجيبوا كل حاجة من بره مناقضوش يكونوا أسيات لما نخدموش أيضا المرافقة هنا نتكلم على مدينة درهم دون مدينة درهم كشواء فلانساج في شركات يعني مصغرة وشركات مربي شركات في الأحية شركات لتربية النحل وتربية الخيول تربية هذا كلهم يعني كان أسفدهم الدعم بالدعم اللي بالطريقة الكلاسيكية القديمة احنا رح نحبسها الطريقة وراح الطريقة التدعم المباشر وأيضا المرافقة الجامعات الجزائرية خرجت ما خرجت من المهندسين في الفلاحة خرجت ما خرجت من الأطباء البياطرة وكل هذا محتاجينهم في هذا المرحلة الآن رحنا نحن في مرحلة ونحتاج كل هذه الكفاءات اللي رح يأطروا العملية ورح يساروا العملية وبهم مش رح نخلوا الفلاح ليتغبن وحده إذا كان صراط الكوارث رح هو الضحية مسكين إذا كان المنتوج أيضا صراط فيه كارثة هو المتضرر إذا كانت كارثة طبيعية هو المتضرر هذا الأمور كلها رح نرأيها وعندنا برنامج قوي برنامج اللي أكيد سيكون يعني تكون عند الرغبة تعالجزائري سيصبح الجزائري عنده رغبة بش يروح للمجال الفلاحي لأننا سيارى بأم عينيه أنه كين تطور في هذا الميدان نعم سيد مداني المترشح بن جرينا سيواصل دعم الفلاح كيف ستكون أشكال الدعم إذا تحدثنا أيضا تحدثوا على هل سيتم أيضا فتح ملف مشاريع الدعم الفلاحية الوهمية اللي استفاد منها في السابق يعني أشخاص دخل على القطاع الفلاحي يعاني الاقتصاد الجزائري وتدبير الاقتصاد الجزائري من قضية أساسية جدا وهي قضية المعلومة والإحصاء هذا الأمر لابد أن يحل ويعتبر ورشة أساسية تنعكس على كل القطاعات ليس فقط على الجامل الفلاحة فقط ولكن على كل القطاعات إذن هذه أول ورشة سيتم فتحها ويعطاها حقها وسيستعان بما توصلت إليه تكنولوجيا الإعلام والإتصال في هذا المجل سنعرف بالضبط الفلاحين والتواجد تنتحهم الجغرافي والتقنية توفر ذلك يعني التحديد الموقع الجغرافي والآن بعض القطاعات الوزرية رهي ماشية في هذا المجال وين كل قطعة أرض نعرف من يستغلها من مالكها إلى ذلك إذن المعلومات الآن أصبحت متاحة أصبحت متاحة وبالإمكان الموصول إليها كذلك لابد أن نعرف كل كيلوغرام دخل إلى الجزائر سواء كان من طرف ديوان الوطني للحبوب أو من طرف الفاعلين الآخرين في المنظومة الغذائية نتكلموا على 350 متحانة لم تعمل إلا بـ 50% من القدرات الإنتاجية تحن يعني هنا نطرح هذه التساؤلات يعني لماذا ننشئ شركات لطحن القمح ولا تستعمل إلا 50% من القدرات الإنتاجية تحن وبتالي القطاع مشوه من ناحية الدعم يعني يذهب إلى غير مستحقه ويذهب إلى قطاعات أخرى نحن ندعم دقيق لا ندعم الصناعات التحويلية إذن كل هذه القضايا بدون الوصول إلى تشخيص دقيق لهذه الوضعية لا يمكن أن يتخذ فيها أي قرار وبالتالي من الآن فصاعدا لابد أن السياسات العمومية في كل المجالات تبنى على وقائع تبنى على إحصائيات دقيقة نعرف ما ننتج ونعرف ما نحتاج إذا كنا نحتاج أننا نستورد 8 مليون طن نستورد 8 مليون طن إذا كنا نستج 4 مليون طن 4 مليون طن إذن هذا الأمر في عملية الضبط لابد أن يكون ضبط ضبط دقيق لو نتكلمه مثلا على هذا المجال المجال الغذاء هناك في أمريكا قطاعين أساسيين تسيرهما وكالة لديها من المكان شيء كبير وهي تسمى وكالة الغذاء والدواء هذان القطاعين مهمين جدا الغذاء الصحي نعم الغذاء والدواء لأن نعم الغذاء الصحي لأن في الأمن الغذاء هناك بعد من أبعاد يسموه السلامة الغذائية يعني ليس فقط الغذاء ولكن الغذاء السليم الصحي لغذائي إذن هذه الوكالة تضبط كل ما هو مرتبط بجانب الغذاء وبالتالي يجب أن تكون لدينا نظرة شاملة للمنظومة الغذائية نحن نعرف نحن نعرف 14 ألف مخبزة كم تستعمل من الدقيق إلى غير ذلك هذا الأمر يحتاج إلى في تدبير الشأن العام نحتاج إلى أن نكون دقيقين ولدينا الإحصاء الدقيق وبعدها ستتضح لنا الأمور أكثر إذن هذا في هذا المجلد باقي التدبير هي موجودة نتكلم هنا على الفلاحة ما يسمى بنموذج الفلاحة المكثفة لفيها جائم المكننة والبذور المحسنة إلى غير ذلك وسنستعيد البذور الجزائرية التي تعمر وليس البذور المستوردة المغيرة جينيا والتي لا تسمح إلا بمحصول واحد بعض البذور موجودة على مستوى في السوق العالمي اللي تجيب مرتين غلتين في العام نحن لماذا نستورد فقط البذور تجيب غلة غلة واحدة إذن نتكلم على التكنولوجيا السقي كذلك في هذا المجال نتكلم على نظام معلومات السوق لابد أن نعرف كل ما هو مرتبط بالسوق كل شعب وهذا يعني كل الشعب الأسعار نعرفها على مستوى المزرعة أسعار المنتوج ونعرفها حتى على مستوى السوق الخارجي فتوفر المعلومة يعطي للفلاح والمستثمارات الفلاحية يعطي له حرية القرار يعرفه وماذا بأن زيت الزيتون يسوى 10 أورو مثلا في السوق الأوروبي يدير حساباته الاقتصادية ويدير التكلفة ويقرر يستثمر في هذا القطاع أو يستثمر في هذا القطاع إذن هذا كذلك أمر مهم جدا قضية اللوجيستيك لماذا الفلاح لا يصدر لمن تجتعه لأن هناك عوائق كبيرة جدا تواجه الفلاح في مجال في مجال الإمداد في مجال إجراءة لأن إجراءات التجارة الخارجية معقدة جدا وللأسف شديد الجزائر مصنفة في تصنيف بعيد في مجال تسهيلات التجارة والإمداد والنقل سيتم الاستثمار في مجال النقل البحري والاستثمار في مجال الشاحنات المبردة وهذا طريق يعني أولا نستفيد في مجال الخدمات لأننا نصرف مبالغ كبيرة جدا بالعملة الصعبة لخدمات النقل البحري ندعم استثمار في شركات شركة النقل البحري الوطنية وكذلك ندعم في مجال اللوجيستيك وين الفلاح الجزائري يعني يخرج المنتوج من المزرعة إلى الميناء الدول الأخرى مثل ما هو يحدث الآن في طريقة في طريقة في طريقة في طريقة في طريقة عكسية جدا الإجراءات الإدارية كبيرة جدا في هذا المجال سعد سعد الأستاذ في البرلمج نتعو هو أن المنهج ومنهج اللي رعدنا في الزراعات جوزة الأعداد لأن الفلاح هو بنية ضعيفة مهما كان لذلك الفلاحة العصرية اللي نسعولها في المستقبل في الجزائر الجديدة لازمنا نبني الزراعة القطبية إذن يبقى شركات متخصصة في التقنيات لا شركات مختصة لأن تصدير تصدير ليس في حدي ذاتها تصدير تصدير يبدأ من الإنتاج حتى التسويق هو تسويق نقعوا كلمة تصدير هو سوق هو سوق من الأسوق هنا ولا في الخارج كيف المشكلة اللي لازمنا نتفاهم عليه هو مثلا نعطيه على سبيل مثال داخل البلاد نتانا احنا أصبحنا نعاني من الأمراض المستعصية الشعب الجزائري يعاني من الأمراض المستعصية بشكل رهيب لأطبار استرسي لأطبارهم استرسي بالأمراض أطفال عندهم صراط هذا غير مقبول غير مقبول بلد دواء الجزائر بلد دواء اليوم راكين معرض المستحضارات وكل شيء في الغرفة الفلاحية خارق للعادة خارق للعادة الجزائر ما ممكن أن تعطيه لذلك لازمنا التنظيم التنظيم الزراعة في إطار استراتيجية رأسمالية حقيقية لأن الرأسمالية هي ماشي الفرد الرأسمالية هي نظام اقتصادي منتج لذلك احنا نقوله مثلا في زيت زيتون زيت زيتون نشوف مناطق الخاصة بالزيتون المنخفضات هذه اللي زيتون ينضج فيها ليتمد الزيتون الطبي لديبليزون عندنا هنا السوق يتجاوز 200 مليار دولار حقيقة هذا هنا إذا كان كونا تفهمنا ما هنا لازم لذلك احنا لازم الرئيس القادم يمشي بقوة الإقناع للفلاحين باش يتعقدوا مع الشركات قال انتو ما قاعد ديروغي الزيتون انتو ما قاعد ديروغي البرتقال انتو ما كاملغي الطمو انتو ما كاملغي الحوب بنعطيك على ساب الميت في التغذية هنا زيت الزيتون الجزائري منجم يدفع بالقدرة الشرائية نتعوه زيت الزيتون ولكن نقول لك حاجة واحدة اخرى المواطن الجزائري لو كان نعطيه لليترة تعزيت كل شهر نعطيه مثلا الف دينار نعطيه عشر لترات في السنة غادي يستهلك عشر الاف دينار تعزيت زيتون على مدة ثمانين سنة هي ثمانية الف دينار ثمانين مليون سنتين لو كان يمرضلنا واحد هنا غادي نحميه من سرطان ونحميه من الأمراض ونعطيه غذاء كامل لو كان يمرضلنا واحد واحد جزائري باش نعالجوه على عائلة تعو نحسب التعطل على العمل لذلك 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 احنا لازمنا نهتموا في الجزائر الجديدة ونديروا اليد في اليد مشي كل واحد نروحوا باش باش نمشيوا لأننا لابدة باش نرجعوا الشعب من الشارع وباش نرجعوا الشعب يستيق في الدولة تعو كيفاش هو عنده أكبر الإمكانيات الزراعية ويتغذى من غذاء مستورد مضر بالسحان تعو يأكل هنا الحوائج لزيوت المهدرجة هذا حرام علينا لذلك لازمنا نمشي حول برنامج نقنعوا به الفلاح لأن الأمريكيين لما حبوا يدور 500 ألف هكتار شكون رسلوا رسلوا النساء المصابات بصارة ثدي هما اللي قنعوا الفلاحين باللي هادوا ابناتكم واخوتاتكم ومهاتكم وكل شي هما اللي رهم الزوجات تعكم هما اللي رهم يعانيوا من هاد المرض هذا لذلك لازم تمشيوا للزيتون باش يحميوا المجتمع انتحهم لذلك احنا لازمنا نقنعوا للمجتمع الفلاحين باش يتوحدوا في الزراع انتحهم لما يكونوا مثلا مستثمارة تاقل 500 ألف هكتار زيتون القوة الاقتصادية انتحها بالتقنيات انتحها هنرها تجني ارباح للفلاحين كثير وتجني اموال كثيرة للبلاد وتعطي صحة المواطن وتعطي شغل الى اخيره لذلك لازمنا نمشي في هذا الاتجاه ونمشي عن طريق قناعة لان الاقناعة هو الصح هو اللي لازم نمشي في البرنامج انتع الرئيس القادم يكون مقنع ويكون عنده ثقة تكون ثقة متبادلة ما بين الرئيس والمجتمع نعطيكم على سبيل المثال اوروبا اتحاد الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي تنفق 750 مليار دولار نافقات على الامراض نتيجة الغذاء الصحي الغير الصحي لذلك شوف غاديش حالي يستور يعلن الصين كذلك الهند كذلك وهذا حتى طراط إنساني إذا كان الألماني ألمانية أولا الهولندية واليابانية قادرة تدفع ثمانتع زيت بالثمانتع وباش ما تتقي نفسها من مرض السرطان وإحنا عدنا الأرض فارغة وما غارسينش فيها هذا غير معقول غادي نربحوا معاهم غادي نبيعوا لهم لإنتاج دعنا وهما يعطينا الأموال وإحنا نربحوا في الاقتصاد وهما يربحوا في الصحة نتاحهم وفي الغذاء نتاحهم نعم سيد بختوي ولازمنا لا سمحي لهذه ولازمنا شركات دولية تدخل في الزراعة لأنها ما قدرش وحدنا الجزائر فضاء كبير راني نقول ونأكدها باللي كين أكثر من ألفين مليار دولار سوق دولية سوق دولية متوفرة للمواد الجزائرية لذلك لازمنا نمشي ونحوها هذه الزراعة عن طريق قناعة كبيرة وكل جامع يقتنع ولازمنا الرئيس اللي ره جاي يأمن بهذه ويمشي من أجل إقناع له يكون رئيس عنده تجاوب مع الشعب عن طريق قناعة والفلاحين غير يتمشون معه والمواطنين يتمشون معه وكل الناس يتمشون معه لأنه غادي يمشيوا رأيك في ثمانين ثلاثين لاربعين مليار دولار تولي تصدر ألفين مليار دولار إذا كانت الشركات الأجنبية دت ألف مليار دولار ربع رأيها غيرتبقى لك ألف مليار دولار لازم الجزائين يقتنعوا باللي العالم اليوم رجع قرية واحدة ومتمسك مع بعضه ومتعاون مع بعضه لذلك لازمنا نمشيوا لهذا الاتجاه وإن شاء الله بيحاول لكم إطارات قوية الحمد لله وراه فيك وعدنا إعلام قوي وعدنا شباب قوي لازمنا كل هادشي نستغلوه نعم سيد مختاوي يعني أنك حاولت أنك تبرز شعبة زيت زيتون على اعتبار النومي شوفوا أنه البناء على الأراضي الزراعية هناك قوانين تحمي الأراضي الفلاحية لكن شفنا في السنوات الأخيرة العديد من المباني شيدت على الأراضي الفلاحية كيف سيتم حماية العقار الفلاحية هو أولا في التصنيف نتاع الأراضي كنا غلطين كنا حاسمين الأرض الخصباهية المنتجة اليوم حتى الأرض الحجارية تنتج الأشجار تديرها في الأرض الحجارية تنتج يبقى الفرق الفرق ما بين الأرض والأرض هو المناخ هذا المناخ نتاع الأراضي المنخفضة غزيناه تذريناه كثير ماشي غزيناه لأنه ربيعطنا مساحات كبيرة ولكن كان المفروض هنا في بوينان ولا بيينان هنا عوض باش نبنيه تم في هذيك المنخفض نتاع الكليمونتين كنا نطلعوا الفوق ونبنيه كذلك في وهران نبنيه ابنينا في السينيا في المناطق المنخفضة بنينا في طريقة حاسي عامر مناطق المنخفضة بنينا في أرجو بنينا في حاسي عامر وعدنا الأراضي الفوق السطحية اللي ملطف راجع لسوق تقدير كان فيه جوسسة أنا قلتها منذ القديم بني فيه جوسسة لما راحوا من المعمرين كانوا حابين باش يكسرون المنظومة الزراعية خلوا موراهم أذنى بالاستعمار ما زال موجودة حتى اليوم خلوا موراهم الأذنى بتاعهم وهذو كل أذنى بتاعهم بطرق حيلة وغش كسرون المنظومة الزراعية اليوم الحمد لله رها ترجع ولما فقنا باش نرجعوا للزراعة واكتشفنا القدرات تاعنا راهم عاود ما يخصنا نعسوا رحنا نعسوا رحنا ونمشوا للخيبرة دائما الخبارين تاعنا لابدوا يحلوا عينيهم والمسؤولين تاعنا يحلوا عينيهم وقالوا يأودي هاد الأراضي المنخفضة لأنه علش مثلا نشوفوا على سبيل مثال فالنسيا باختصار شديد حتى يكون هناك تنظيم كانت مركب صلب فيه 16 ألف هكتار كان يخدم 220 ألف عامل ما بين المينري كي جالوا الواخوان كالوسون كستو السبعين غلقوا في 24 ساعة عيو يحتجوا العمال اقنحهم وزالوه وحولوا المياه وهذا السال غرسوه برتقال هادا اليوم 350 ألف هكتار من بين دور ايفالونس هسهل واحد اللي عندهم ملقى في التماء 150 ألف هكتار تاع برتقال رهم يصدروا بها 40 مليار دولار تاع برتقال وإحنا درنا الحجار في بلست البرتقال درنا باللارة هذيك في بلست البرتقال درنا أشياء كثيرة في بلست الزيتون في بلست البرتقال كيف سيتم حماية العغار الفلاحي هنا لابدت التوعية لابدت المعرفة هذي الجغرافية رها وزارة الفلاحة درت درت الحي هذا التوبوغرافي راه فيه دراسة اليوم ولازم يكون حتى قناعة أنا نعطيك على سبيل المثال طلبوا مني باش ندير معمل في تمزغة في جهة هذيك أرض منخافضة قلت لهم أنا يضرني باش نمس هذا الأرض هذا قاطر يضرني نعطيوني الفوق في الجبل ندير ندير الفوق إلا بغينا نديروا المعامل نديرهم الهضابة العليا اليوم كين لطوروت كين كل شي وهذه الأراضي المنخافضة نحافظوا عليها لأنها المستقبل هي الريهان تاعم المستقبل وهي المستقبل لأنها حتى التراث عالمي لأنها هذه الأراضي مثلا المغرب عنده غي بركان بركان ولا سيدي قاسم ولا عنده أماكن صغيرة تونس عندها قفصة أماكن صغيرة نحن ربيعطنا هذه الأماكن ولكن هي فضاء كبير لهذا لزوليغوفينول اسمهم لزوليغوفينول لأنها تسمح بالنمو البيولوجي تام للفواكه والخضار إلى آخره وبالتالي هذه نحفظ عليها لما نصنفوها كالطراث عالمي إذن نكون مسؤولين لها حتى اتجاه غيرنا نعم مش غير اتجاهنا سيد مقرعان كيف سيعمل سيد بلعيد على تطبيق قوانين حماية الأراضي الفلاحية من غزو الإسمنت حقيقة أن مشكل غزو الإسمنت أصبح يؤرق الجزائر ولتفادي هذه العملية هو لا بد من تشريح الوضع أولا لا بد من يعني جعل شبكة شبكة وطنية من خلالها رايح ندير وخاصة فيما يخص شبكة السيكة الحديدية والطرقات هذا هم السبب الرئيسي لقدروا يفكوا لنا الإسمنت اللي يروح للأراضي علا لأنه دائما الناس تحب تبني وخاصة اكتظاه في الشمال اكتظاه في الشمال هذا جعل أساس أنه كاين لموين كاين الطرقات لموين الترانسبور كاين كل المستلزمات للحياة متوفرة في الشمال وعلى أساس الناس تبني ثانيا لازم في تفكيرنا أنه هذا المهندسين وكل هذا وإطارات الشباب الجزائري اللي يخرجوا من الجماعات أنهم يأتبطون نظرة استشرافية أولا لا بد من الانتهاء من البناءات الوريزونطال هذا السطحي لازم نروح للفرتيكال يعني محكوم علينا أننا نعاود نستدرج شوف يعني هناك في الدول الخليج يعني أراضي سحراوية ما تجيب ولا شيء قاحلة ولكن كل بناءاتهم رأي تبنى لأنه الآن ما صبحتش كينا كما كان يقول أستاذ أراضي خصبة وأراضي مش خصبة هنا لابد في برنامج هو أيضا إحياء ما كان استشرافيا في عهد الرئيس الهواري ببن رحمه الله وهو نقل العاصمة إلى بوغزور وهنا دولة يعني ضخت أموال كبيرة من أجل أن البنية التحتية في بوغزور كلها يعني تمت العملية أموال باهظة ولكن ما سفتنا من احتحاجة وقاعدين الآن يغزو في الأراضي الفلاحية بطريقة يعني شنيعة هنا لابد من قرارات قوية يكون قرارات شجاعة وقرارات قوية أن نحبس شرح العملية ونقطع لكلية الأراضي بالقرارات هذه أننا نبني نروح للسود لأن كل مستقبل الجزائر في السود وخاصة طريق السيار يجي من خميس مليان ويروح للهضاب العليا اللي انفعلوه وهو اللي يكون همزة وصل ما بين الشمال والهضاب العليا وأيضا التقاطع على مستوى مدينة بوكزول اللي يكون هو المحور الأساسي لأننا الآن محكوم علينا إلي درنا هذا الزيتون إلي درنا هذا الخضروات إلي درنا الفلاحة وأصبحنا منتجين محكوم علينا نجيد فضاء لتسويق هذا المنتوج إلي كان درنا كما الآن الآن كان الانتاج يعني معلومات أنه في اليوم المؤخرين هذا يعني الفلاحين تعود سوفا ميرمو في الطماطب ما صابوش وإنه مكاش تسويق حنا الطماطب تسلحقنا ب7000 و8000 و10000 وهما يرمو فيها في صحراء وهنا لأنه مكاش شبكة الربط وشبكة التنقل وإحنا له قال قلنا في برنامج الدكتور عبدالأزبليد أنه ستكون هناك سكة حديدية من العاصمة إلى التمرص ومنها إلى الأسواق الإفريقية وهذا هو لأنه ما يكفي ناش أن نقول ندير إنتاج ونروح للمناطق الجبلية ندير فيها الزراعة الجبلية ونروح للسهوب ندير زراعة سهبية ونروح للسيد ندير الزراعة بكل أطيافها وما كاش وننسوقها هنا ما كشغل ما درنا وله وعليه فالتفكير تاني أولا في فكر الأزلة عن الجزائر بإيجاد مخارج ومداخل على مستوى الأسواق الإفريقية وأيضا نستعمل الإطارات والرافق الإطارات وبتالي حماية العقارة الفلاحة خاصة في المناطق الشمالية على أساس يعني غزو الإسمنت نعود لك سيد مدني نفس السؤال كيف سيتم حماية العقارة الفلاحة عند أو في برنامج المترشح بالقرينا في برنامج المترشح بينقرينا سيد عبدالقادر بينقرينا دائما لابد تكون الرؤية الاستراتيجية حاضرة نحن للأسف الشديد كان هناك جهد بوذل في تهيئة الإقليم وأعد هذا المجال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في 2010 وكان المفروض وضع حيز للجزائر ككل ما هي الجغرافية أو الجهات من ناحية الجغرافية الأكثر تنافسية في مجال الصناع والأكثر تنافسية في مجال الفلاحة والمجالات الجغرافية لصالحة للسكن إحصاء لكل موارد المائية للأراضي التي أو المواكن التي تتعرض لمخاطر إلى غير ذلك ووضع هذا المخطط لشغل الجغرافية الترابية للجزائر كالكل لكن الأسف شديد لم يتم الالتزام به إذن لابد أن تكون عندنا رؤية استراتيجية لشغل الجغرافية الترابية الجزائر الآن نعيش وضع مختل بين الأرض والإنسان لدينا شمال مقتض في شريط ساحلي ضيق جدا ولدينا جنوب خالي لدينا 12 ولاية حدودية لا يقطنها إلا 3% من السكان لدينا شمال يقطنه 90% من السكان والباقي متوزع على تلك المساحة المتبقية من الأرض وبالتالي هذا مخل حتى بتوازن جغرافي ومخل كذلك بتوازن البشري ومفوتنا فرصة كثيرة على استغلال كثير من الموارد لابد تكون عندنا رؤية استراتيجية في الجمع بين الطاقة والمياه والأرض والإنسان هذا الأمر سيجعل الجزائر قوة إقليمية على مستوى إفريقيا وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط الطاقة نملك الشمس وأكبر منطقة الإشعاع الشمسي على مستوى العالم 12.5 كم مربع من خلال الطاقة الشمسية وبالضبط الطاقة الشمسية الحرارية تكفي لتزويد العالم أوروبا متوجهة بحكم قمة المناخ 21 و24 إلى استغلال الطاقة النظيفة تحتاج إلى الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الطاقة الشمسية ما هو أين يتوفر هذا الموارد يتوفر في الجزائر والمعلاقة الطاقة الشمسية الآن بالزراعة ذكر الأستاذ قضية المياه الآن التكنولوجيا توفر تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة الشمسية ويمكن أن نتكلم استراتيجيا ويقول بأن ننقل مياه البحر إلى منطقات الصحراء ويكون ذلك الحوض المتوفر على المياه الجوفية حوض المائي والمتوفر على المياه القادمة من البحر وعن طريق محطات تحلية الشمس يتم توفير المياه والتحول تلك المنطقة حتى من ناحية السياحة الصحراوية الباقي الأمور المطار الدولي والطريق العابر الصحراء من الجزائر من ميناء شرشال إلى دولة جنوب إفريقيا هذا كله يأتي في سياق هذه الرؤية الاستراتيجية لتعمير الجنوب وتصبح الجزائر ممونة لأوروبا بالطاقة وممونة لأوروبا وإفريقيا بالطاقة وبالغذاء هذه الرؤية الاستراتيجية هي التي تصنع تصنع التحول وهذا ممكن وهذا ممكن تحقيقه يعني كان الربما الذي يسمعه غيرا يقول أنت تتكلم في خيال هناك إحصائيات دقيقة محطة الطاقة الشمسية في حاسر مال الآن موجود رأي تعمل في 2011 وجربت ديزارتك لما جاءت كانت المفروض وكان مستعدين أنهم كونسورسيوم يعني أنهم يستثمروا كثير في هذا المجال لكن لابد أن نتوجه إلى هذه المجالات الاستراتيجية فقط ملاحظة بالنسبة لي الذهاب إلى رأس مالية الفلاحة القطاع الفلاحة في الجزائر ممتص لليد العاملة فلابد أن نوازن بين الأمرين نحافظ على المستثمرات الصغيرة لحفاظا على يد العاملة وفي نفس الوقت نتوجه إلى المستثمرات الحديثة التي تكون مفتحة حتى على الاستثمار الأجنبي الآن نحتاج إلى تنظيم هذه المهنة الآن أراضي الزراعية تتميز بصغر المساح يعني مساحة صغيرة ما هيش مساحة كبيرة نتكلم من ناحية الملكية من تحت كذلك غير مسوات كأن أراضي العروش كذلك الزراع وبالتالي لابد في مجال التنظيم أن نتوجه إلى ما يسمى وهذه مجربة على كثير من الدول ونصحت بها الفاو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن نتوجه إلى التعاونيات يعني يسمح لها الوروج إلى التمويل يسمح لها الوروج إلى الأسواق إلى غير ذلك هنا جهد كبير لابد أن يبدل في هذا العطاء نعم من القطاع التي تحدث على القطاع الصناعي الآن الاستراتيجية الصناعية من أهم ربما الملفات الصناعية البارزة نعم تفضل الأولويات الأولويات هي لازم نمشي ونسير العصر هذا الطاقة الشمسية بدأت في القرد الثامن عشر في الهند ومعه طاقة الفحم لما ظهروا المحروقات الهند محبش يغير الطاقة نتعو تمسك لدي الفحم وشمس ولكن الأخرين دول الغربية راحت المحروقات طورت التكنولوجيا والهند يتخلف لذلك نحن رأي اليوم الطاقة العصرية هي الطاقة النووية نعطيك على سبيل المثال معامل اسمنت هذه كلها صباحة خوردة لخطر الاسمنت اليوم لا يوجد الحمص لا يوجد لفور ديركتمو براندوكسيون لخطر الطاقة النووية عندها القوة تم تركيز عليها في برنامج سيتبون نعم الطاقات العصرية هي الطاقة النووية لأن الاقتصاد الجزائر هو اقتصاد قوي كامل اقتصاد ما حركناش لأن الاقتصاد هو في التنفسية نتكلم التنفسية هو في الزراعة لأن ما ننتجه نحن لا يستطيع ان ينتجه الصينيون لا يستطيع ان ينتجه الهنود لا يستطيع ان ينتجه اليابانيون لا يستطيع ان ينتجه الأوروبوين إلى آخرها أو لا في مناطق ضيقة وبالتالي احنا عندنا سوق 360 درجة في المواد الزراعية مثلا طمر الفريكتوس الا الجزائر اللي عندها في تونس هو ما عنده فريكتوس نعم سيد مخداوي انت تتحدث عن الطاقة النوبية نتحث ايضا على معايير السلامة التي لا هو كان زوج كان الطاقة اللي كانت تقليدية انتعى الطاقة المشبعات الذرة المشبعات هي اللي فيها الاشعاع اما اليوم ظهرت تكنولوجيا في امريكا هي الشيطار البرد ما فيش مثلا اذا كان الماء سخون ديري فيه دكي حرقك اذا كان برد ما يحرقك اذا هالطاقة الجديدة بالدليل نعطيك على سبيل المثال البواخر التقليدية الكبيرة كان فيهم دوزي طاش تعال ميكانيك اليوم البواخر فيهم خيزانة نووية تمشي الباخيرة ثلاثين سنة ومشي الخيزانة اللي تنفذ الخيزانة يسترجعوها الباخيرة اللي تروح اللاكاس تمشي الاخر شوف الفرق بين التكنولوجيا والتكنولوجيا المغرب سنجز محطات ويكمل سبعة محطات في المغرب نعم نور واحد اثنين اثلاث تونس كين السعودية بلاد اكبر منتج للمحروقات راف 16 محطة نووية في الامارات في كل دول العالم اذا ما لازم ناش مقاوم تخلفين احنا سنمشي مباشرة التقنيات العصرية ونعطيك على سبيل المثال تحليل مياه البحر في بارسولون 15 دينار جزائري احنا عدنا نستعمل هذه المعامل التي عدنا تحليل البحر يفوت 100 دينار جزائري ونخر طاقة تحامل مثلا تعطيك 5 متر مكعف اليوم هذه تعطيك 200 300 متر مكعف من الغاز الجزائري احنا نقول لك اسمعلي في إطار 5 بليسانك انا تناقشت مع كنت حضرت في وهران احنا قلنا الاوروبويين خاصكم الكهرباء اروحوا ديروا المحطة وديروا الكهرباء مشي احنا نديروا لكم محطة كما درنا لجينال درنا لجينال بعد ما يشيش عليك الغاز واش تدير بالجينال نعم لذلك لازم نكون فاطنين نحن نرى الاسواق ما كان فرق ما بين الصناعة والزراعة كلها صناعة نعم نروحوا الى قطاع الصناعة نتحطوا على ملف تركيب السيارات هذا الملف من ملفات المعاقدة خاصة انه فاتورة استيراد اجزاء تركيب السيارات مرتفعة السنة الماضية سجلت 3 مليار دولار حسب الخبراء الاقتصاد يقولون نعم السيارات نعم يعني السؤال سيكون موجه لسيد مقران الخبراء الاقتصاد يشوفوا انه هذا الملف اصبح عبء على خزينة العموبية على خلفية انه فاتورة استيراد اجزاء تركيب السيارات ما تزال مرتفعة هل سيواصل المترشح بالعيد كيف سيتعامل مع هذا الملف شكرا لساذا هو حقيقة انه في الحق ما بنى على باطل فهو باطل شوفوا ما صنع تركيب السيارات كانت لحاجة لنفسي عقوب والنية ما كانت نية صادقة انها التطوير هذا العملية لانه لو كانت عندنا النية تطوير تها العملية كنا مرينا المرحلة الثانية من المراحل تلكوين السيارة ولكن احنا بقينا في مرحلة تلكوين السيارة وهي نفخ العجلات هذا ما اثر بالسلب على المدخول اول منتوج الوطني لانه كنا نجيبه السيارة من برا كنا نجمر كنا ندل الاموال للخازينة العمومية وكانت تستفاد الخازينة العمومية الان ما تستفادش الخازينة العمومية لانه صبحت تلكزون والرصول على التيفية والاخر على هذه الناس وهذه الناس ايضا المصانع موجودة مصانع الدولة الجزائرية استولوا عليها كل حاجة كانت تكسير الاقتصاد الممنهج ففي برنامج الدكتور عبدالعز بالعيد ما نشرحين نكسروا هذا مدام مشينا في الأمر هذا وما نشرح نفس دول ولكن الشرط الوحيد هو أننا لابد من هذه المؤسسات أنها تخلق مؤسسات ثانوية والمؤسسة ثانوية لنبدأ في تصنيع على الأقل المواد التي تدخل في تركيب السيارة يعني يرفع نسبة الاندماج أكيد لأنه يعني كانت أشارت وزيرة الصناعة المؤخرا على أنه هذه السنة سترتفع إلى 40% الإنتاج ما نتكلمش عن الإنتاج كان ليس الإنتاج يعني نسبة الاندماج نسبة الاندماج هم يقولوا 40% ولكن كلها 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 كلام لتسويق لأنه أرض الواقع لتقول غير ذلك كل يعني أي واش درنا يعني في المصنع إيرونو مصنع إيرونو أشعر عنده ورح في المدوميسياز ولا يعني أنا في الخمس سنوات الخمس سنوات ما زلنا يعني لحد الآن نرى نركب الهوس أبار الغلاف تعليهوس لأنه يعني كانت كانة إرادة سياسية قوية وحبين نتخلص وحبين نوظف وحبين نبصور بالشوماش الموجود على حافة طرقاتنا كنا في بداية السنة الثانية نبدأ في الإنتاج الأقل الأقل نبدأ في الأمور الثانوية لحاجات الخفيفة حلا ما بدينا نحتفي حاجة وهذا لأنه علىه لأنه رجب حيس سريع جيب جيب تركي ركب سيارة وديب يعني بينشها لك الأمور وباش تروح تفتح يعني وتراقب وتكون راو يطلب لك مسار مسار وحلا ما زدنا نفكر دائما مناش ندير في عاملة استشرافية اللي نمشي نتماشى واستشراف على خمسة عشر 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 سنة عشر سنة احنا جينا درنا المصانع وتركيب مشي المصانع لأننا مش مصانع المركبات هذه التركيب وكنا نقول السنة ندير خمسة وعشرين ألف والعام الماجي ندير خمسين ألف والعام الأخر ندير مئة ألف وهمنا الصناعات الثانوية اللي هي تدخل في إطار يعني تركيز على المناولة الصناعية المناولة الصناعية هذا اللي ما هذا اللي ما أطينا له قيمة فنأكد لك أنه بالعيد دكتور بالعيد رايح في السنوات الأولى تكون يعني نوبليكاسون في كايت شارج سواء نخلقه فيما يخص شركات المصغرة أو المؤسسات الصغيرة والكبيرة هذه الصغيرة أو المؤسسات الموجودة اللي تفرض عليها عملية ثانوية وهي البدء في الإنتاج وإدماج لأنه حتى نلحق قال على خمس سنوات تبدح السيارة مئة بالمئة جزائرية نعم ما نبقاش تباعية لابد من يعني وضع تاريخ يعني محدد وهذا باش نحفز الناس باش ما نتبقاش في العملية تاعة البريكولاج يعني لمدة طويلة من الزمن نعم السيد مدني كيف سيعمل المترشح بن جرينا على إضفاء الشفافية في إدارة ملف تركيب السيارات على خلفية أيضا من بعض قضايا الفساد المتعلقة به في حال يعني أنه المترشح سيواصل عملية يعني تركيب السيارات في الجزائر الرئيس القادم أي أن كان وأنا أتكلم باسم السيد المترشح عبد القادر بن جرينا سيواجه ملفات ثقيلة لم يكن سبب في صناعتها لكن هي مخلفات مرحلة سابقة لابد أن تسير وتوجه وفقا لما يحقق المصلحة الوطنية العامة مشكلة قضية السيارات من القضية واضحة على مستوى كل دول العالم كيف تعظم مساهمتها في القيمة المضافة العالمية يعني السيارات تصنع وفقا لسلسلة يعني تبدأ من المعدن إلى السيارة بشكلها النهائي إلى الخدمات ما بعد ما بعد البيئة الآن التنافس العالمي العالمي لا يتم على المنتوج ككل ولكن كل دولة لديها قسم معين لديها حظ من القيمة العالمية لاشان دوفالور عندها جانب معين تأخذه من هذه السلسلة لو تم الاحترام دفتر الأعباء الذي وقعته هذه المؤسسات لما أخذ الترخص بإنشاء هذه المصانع ما كناش في هذه الوضعية أو بالتنين تسألوا أين هي القطاعات الوزارية المشرفة على هذا الميدان يعني عندك التزام أنك تعظم الاندماج المحلي على مدى ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات لم تحقق ذلك الأمر ما هي التعامل كيف تعامل تلك القطاعات المزارية إذن الإشكال السابق أننا في مجال انتهاك للمنظومة القانونية أصلاً يعني كان فيه ما يسمى بدل الاستيراد في المنتوج النهائي أصبح الاستيراد بقطع الغيار يعني لما نقارن بين المبلغ الواردات تاع السيارات النهائية ومبلغ الواردات تاع قطع الغيار لا نجد أن هناك فرق كبير جداً الشيء الثاني وهو الفوترة أو لا أنها أنك تستورد قطع غيار بأكبر وتعظم لها فالقيمة تاع بأكبر من القيمة الحقيقية تاحها وبالتالي سلوك تهريب العملة الصعبة عن طريق الواردات ما تغيرش وهنا لابد من إعادة الاستقلالية لبنك الجزائر في هذا المجال لابد أن بنك الجزائر تعود له الاستقلالية في التحاكم في السياسة النقدية وفي ضبط المنظومة البنكية ومراقبة كل عمليات خاصة المرتبطة بالتجارة الخارجية لأن الإشكالية في الأخير لماذا نتكلم عن هذا الأمر؟ نتكلم عن هذا الأمر لأننا أمام وضعية اقتصادية صعبة نتكلم ونحن الآن أمام تكاد تأكل لرصيد العملة الصعبة وكلما تأخرنا في ضبط هذه الواردات كلما كان هناك تسارع لتآكل في رصيد العملة الصعبة بهذه الوتيرة من كملوش 2021 بهذه الوتيرة سلن يكون لدينا في رصيد العملة الصعبة لتغطية حتى الواردات الغذائية الأساسية وبالتالي لابد أن نمر سريعا لضبط هذا المجال إذا كان قطاع معين يستورد من مدخلات ونحن عند تبعية الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات والتبعية للقطاع الإنتاجي كذلك للواردات لما نتكلم عن الفلاحة عندها تبعية في تجهيزات فلاحية الخارج ولما نتكلم عن الصناعة وعدنا تبعية للقطاع الخارجي في المدخلات الصناعية ما زال عدنا هذه التبعية لكن لما تستورد ثلاثة مليار دولار كمدخلات وتصدر ستة مليار دولار مرحبا لكن أما أنك تقوم بعملية تركيب السيارات وتفرض أن هذه السيارات تسوق في الجزائر فقط لماذا؟ لماذا في دول في الجوار يصنعون ويصدرون؟ أنا أدلي خلل في ميزان تجاري وبالتالي خلل في ميزان المدفوعات إما أنك تستطمر في الجزائر وتصدر إلى الأسواق الخارجية نعم أما أنك تبقى محصور في السوق الجزائري لا إذن لابد أن ننظر إلى هذا القطاع ليس بنظرة جزئية ولكن نظره بنظرة الكلية وبنظرة الالتزام ونظرة الانضباط نعم سيد بختوي شوف الموضوع هذا سيتبون خلال مدو يومين في وهران وعد بمفاجآت فيما يتعلق بملف تركيب السيارات كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ سيد عبد المجيد تبون هو أنت ميدان عنده جربة كبيرة وتعميدان أولاً إحنا رأنا في كما تكلم الأستاذ في أزمة اقتصادية أزمة موجودة لأن ما همش المحروقات مداقل المحروقات اليوم اللي غطيونا الميزان التجاري تعنا لذلك إحنا لازمنا نخرج من الأزمة نحنا ندير مقاربة اقتصادية وإنما كانش القيمة الموضافة الحقيقية ما نستثمروش نمشي ونستثمروه وين كان القيمة الموضافة الحقيقية لضمان مستقبل الأجيال نعطيك على سبيل المثل إذا كان خذينا هيكتار تعبر توقال هيكتار تعبر توقال يستهلك بالدينار الجزائري مئة مليون سنتيم كأقصى حد يجيب خمس سيارة تعاشين ألف أورو سوق الدولية إذا كان خدمناها على الطرق وعرفنا نسوقوه يجيب خمس سيارة تعاشين ألف أورو إذن إذا كان استثمرت في البرتقال السيارة شحلت نقام لي تعاشين ألف أورو نقام لي عشرين مليون سنتيم لأن القيمة المضافة عندك الذهب وعندك النحاس البرونز ما خير تخدم في الذهب ألا في البرونز إحنا عدنا الذهب عدنا قيمة مضافة في الزراعة في الجزائر وقلنا هذا السوق السوق هو عالمي كل الدول اللي رأي تطلب هذه المنتجات يبقى أن نحنا نطوروها والسوق مضمون والسوق عالمي لما ندخل في الدين الضيق كما نقوله إحنا نمشي نخدم السيارات سيارة كل الدول اللي في العالم تخدم تصنع السيارات نفرقوا بين تصنيعوا التكنولوجيا أنا مع التكنولوجيا التكنولوجيا هي الجامعات سالينوفاشون سالمخابر إذن نمشيوا في التكوين التكنولوجي والصناعة نخليوها حتى نبنيوا اقتصاد لما يكون عندنا اقتصاد قوي يكون مداخل كبيرة في البلاد الصناعة هي عبارة عن استثبار أموال عندك الدراهم تستطمر وتجيب وتجيب آخر تكنولوجيات وتسير آخر تكنولوجيات نعطيك على سبيل المثال الرمان الجزائري في مادة السيلينيوم هو أكثر تركيز في العالم في مادة السيلينيوم مادة السيلينيوم هذي وش يصنعوا بهذا مادة السيلينيوم هو السيليلار لكارت ميموار ميكرو بوسيوسير بالسيلينيوم يخرج من الرمان المكتشف تعه هو حباب القسم باحث جزائري في الولايات المتحدة الأمريكية هو من مغير بلاد الرمان إذن حتى الذكاء معروف سيلينيوم هو يدعم الذكاء نتعى الأطفال إذن أنا عندي عندي مادة ثمينة جدا في صناعة الزراعية ونمشي نصنع أشياء اللي يصنعها كل الدول في العالم إذن المستقبل تعالجزائر هذا المناخ هذا الفضاء نتعى الأربعة تفوصول والفضاء نتعى تلتفوصول هذا خاص بالجزائر خاص الدول عندها غير أنا كنت أعطيته باش يديرنا القارطة باش نفهموا هادشي هادشي ما لاش نقوله عن طريق عن طريق عاطفة الجزائر أو كذا هذا حساب حساب هو سوق لأن الاقتصاد هو سوق إلا ما عندكش سوق غدوة نصنعنا سيارة وسيارة قادر نستوردها بعشر ألاف دولار ونقام لهنا خمسة ألف دولار وش ندير بهذا السيارة وكانت عندنا تجارب لذلك سيارة المجيد تب ودي أكد يقول الصناعات هي الصناعات الوطنية والصناعات بدون استثناء الصناعات كان الصناعات الغذائية حتى هي صناعة لأن لما نديرها بتقنيات عالية هي صناعة لذلك نبنى واقتصاد ويبقى التكنولوجيا شي وحدة أخر التكنولوجيا عندنا جامعات لما يكون عندنا مدخل كبير الجامعات ستكون عندها ميزانية كبيرة مجال البحث العلمي يكون عنده ميزانية كبيرة مثلا في سيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية تم البحث العلمية والبحث العلمية من بعد لأن لماذا؟ لأن كاليفورنيا دعم البحث العلمي 150 مليار دولار في سنة 150 مليار دولار يمشي غل البحث العلمي يعني تشوفوا أنه يجيبت تركيز على الإمكانيات أو الصناعات التي المربحة من البنية وليس نبنى واقتصاد نعم أحنا اليوم بدون اقتصاد بدون الاقتصاد إذا كان ممشينش للزرعة لأن الاقتصاد قلنا الأسواق هو أسواق إذا كان ممشينش الزرعة ومطورناش الزرعة ومحتلناش وممشناش الأسواق الأجنبية بمنتوج تنافسي لأن الأسواق هو التنافس إذا كان نصنعنا ونخسر فيها باش نبيحها ما ما عنديش فيها فايدة غادي ننهك الاقتصاد التاعي سواء في السوق الداخلية والسوق الخارجية لذلك احنا اللي لازمنا نفكره فيه هو من روح المسئولية مشي الدعاية السياسية قال أرواح بغي نمشي للاقتصاد هاي المواد المنتجة اللي غادي جي فائدة للجزائريين هذين بدأوا بها ومن بعد كي يكون عندنا اقتصاد متاعنا يكون عندنا اقتصاد قوي لابد باش نروحوا إلى تطوير المجالات الأخرى ولكن مشي قال لك وشي خاصك اللي عما قالوا خاصني الخاتم لا خاصنا اللي ولا رجعوا له الرؤية رجعوا له يشوف باش كي ندروا الخاتم فيه يشوفها ويتمتع بها نبقى ودايما مع ملف السيارات حكومة بدوي ما تزال تعمل على تحديد الأطر القانونية لاستيرات السيارات أقل من ثلاث سنوات في حال يعني فوز بالعيد في الانتخابات هل سيواصل على تطبيق هذا الإجراء والله فيما يخص إجراء استيرات السيارات أقل من ثلاث سنوات هذا إجراء نظن إجراء قانوني وتنظيمي بحث لأنه رئيس الجمهورية عنده صلاحيات وتبدأ صلاحيات ويوم تخلص صلاحية الآخرين فنظن مدام رح يدخل ويسيب ميزانية يعني مقرة موجودة قانون موجود يعني فات على البرلمان فات على مجلس الأمة وأيضا رح يصادق عليها من شعف أشكو رئيس الجمهورية أو المنتخب أو رئيس دولة هو من يمضي الميزانية فهذا تبدأ ينيف هذا أمر محتوم ولكن إحنا عبد العزبي بالعيد في برنامج أنه متفتح العالم متفتح على كل ما هو إيجابي فإذا كان شفنا بلي برنامج هذا استيراد السيارات من أقل من ثلاث سنوات ما كفاش الجزائر قادر روحوا لبرنامج وحد آخر لأنه الآن المرحلة مايش مرحلة استيراد السيارات أو تركيب السيارات هي مرحلة فيها نوعا ما الاجتماعيات أكثر من الكماليات ما رقري أنه السيارة أصبحت مايش أصبحت من الكماليات أصبحت من ضروريات ولكن لابد تكون هناك بصيرة في تطبيق أي قانون نشوفه لأنه الآن استيراد السيارات مشحي دمنا مشكلة في استيزاف العملة الصعبة هنا نطرح قوس نفتح قوس لأنه كنت كلمي معي بحكمي أني أنا برلماني كنت ناقشت العملية في اللجنة وكان عندي يعني تعديل وما ممشاش على أنه على الأقل كنا طرحنا إشكال على الأقل السيارة اللي تجي من البرة الأقل نأطر من خليش نجي وراء يقول في الميزانية تقول المواطن يجي بالسيارة لعاتقو وكي يجي بالعاتقو راح يعني فتحت مجال للسوق السوداء أنا كتقوي في السوق وهنا هنا والمشكل يبقى على الدولة أنها الأقل تأطر العملية فإذا كان بالعيد يعني فاز في 12 ديسوم سنذهب إلى تأطير العملية أولا باش ما نخليش المواطن هذا يروح للسوق ويشير الدرع لأنه هذا المجال احنا نقوله بالليكين أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق الموازية احنا الهدف اللي نتعناه هو كيفش نأطر هذه الأموال كيفش ندخل هذه الأموال تتأطر وتروح الخزينة العمومية وتروح للبنوك باش نستثمر فيها في مجالات المجالات الزراعة وصناعات تحويلية ومتطلبات اليومية لمواطن الجزائري قبل ما نروح نستنزف الأموال هذه في جلب السيارات اللي ممكن لأنه ممكن لأنه الجمرة كالتاحة راح أيضا عندها مفعول إيجابي على مستوى يعني على الخزينة العمومية ف دائما نأطر العملية قبل ما نبدأ في العملية تعطير العملية هو لأنه إذا كان رحنا نحن قادرين إذا كان الأورو رئيس في البنك 13 ميل و14 ميل يسجدين نعطيه للمواطن بـ 6 ميل ويجيب السيارة ومن خليش يشريه 20 ميل ولا 22 ميل ويزيد إزيد 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 يعني هنا عملية تقنية نوعا ما نتمنى أن هذا الصيغة تلقى روحها في البرامج القادمة إن شاء الله إن شاء الله سيد مداني هل سيتم العمل بإجراء استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات في حال دخول هذا الإجراء أحيز تنفيذ في مجال السياسة التجارية تحسب على أربع مجالات ما هي فائدة الدولة من خلال إرادات الجمهور ما هي فائدة المنتج المحلي ومفرور للحماية ما هي فائدة المستهلك وما هي فائدة المستورد يعني كنقول المستورد مع المصدر الأجنبي تقسم نفس نفس الأمر يعني تدرس القضية في هذا المجال يعني إذا كانت الصناعات المحلية ما أدتش الدور للمفروض أنها تساهم في تقليص من ميزان تجاري عاجزة عن ميزان تجاري والمواطن بحاجة إلى هذه السلعة لا نحرم المواطن من هذا الأمر لكن الأمر أبعد من ذلك كما قال الأستاذ لابد من ضبط هذه العملية لأنه مرتبط بالعملة الصعبة ونتوجه إلى أمر آخر وهو كيف يضبط سوق العملة الصعبة وبصفة أساسية كيف يضبط سوق الموازي للعملة الصعبة إذن نحن نطرح في علاج هذه الإشكاليات مقاربة أكبر من ذلك نطرح توجه اقتصادي يسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني لأننا نرى بأن سعر الصرف ليس قرار إداري سعر الصرف هو مرتبط بمدى تطور القطاعات المنتجة ومدى تواجدها في الأسواق الأجنبية فيزيد الطلب على العملة الوطنية فترتفع قيمة العملة الوطنية وعند ذلك الحين لن يصبح لدينا إشكال بين السوق الموازي وسوق الصرف الرسمي يعني ننتقل من المقاربات الجزئية هذه أن نضبط سوق الصغير هذا إلى توجه أكبر من ذلك الجزائر الآن تسير بغير نموذج نمو مع دناش نموذج نمو اقتصادي وبالتالي البرنامج الاقتصادي للمترشح السلاب القادر من جرينا جاء لمعالج هذا الإشكال أولا لا بد نديره حوار اقتصادي واجتماعي هذا الحوار الاقتصادي واجتماعي يحدد الخيارات الكبرى لاقتصاد الجزائر بعد من حد هذا الخيارات الاقتصاد الكبرى ستأتي هيئة تسمى هيئة التخطيط الاستراتيجي والاستشراف إذن هذه الهيئة ستقوم بإعداد نموذج نمو من ناحية الاقتصادية ويتدخل فيه الفنيين يعني نتكلم على معادلات رياضية إلى غير ذلك ستكون الأمر مضبوطة نحن بننا على إحصاء جميع الموارد التي يتوفر عليها اقتصاد الجزائي سواء كانت موارد طبيعية سواء كانت موارد بشرية سواء كانت موارد مادية أو موارد مالية إذن هذه مدخلات ثم عندنا مراعات لتغيرات على المستوى الاقتصادي العالمي والإقليمي تقال الطاقوي الثورة الرقمية الجديدة الصراعات التجارية والتموقع الاستراتيجي والتنافس على الأسواق إلى غير ذلك والمعطيات الداخلية بيئة الداخلية بيئة الاقتصادية الداخلية بيئة ريعية بيئة أعمال غير جاربة ضعف الإنتاجية مقابل ضعف للأجور هروب للأدمغة ونزيف للأموال للخارج إذن كل هذه المعطيات تؤخذ عن الاعتبار هناك مخاطر نواجهها عن مستوى الاقتصادي تراجع في إنتاج المحروقات بنسبة 7% نتكلم عن هذا الفصل تراجع في مداخيل صادرات المحروقات فقدنا لجزء من حصة سوقية بنسبة للمحروقات إذن هذه تنسميها بالمهددات أو المخاطر لابد من إدارتها ثم عندنا فرص هذه الفرص لابد أن تستغل يعني شساعات جغرافية نمو ديمغرافي فيه نسبة كبيرة من الشباب تنوع المناخ استقرار أمني اللي راه موجود لحد الآن وما تبقى من أصيل العمل الصعب كل هذا نراعيه ثم نبني هذا النموذج على أربع ركائز أساسية لابد أن يعود للمؤسسة الاقتصادية دورها في خلق الطروة مؤسسة المنتجة وليس المؤسسة الريعية يعني المؤسسة المنتجة ما هي شيء اللي تجي تقوم بعملية التركيب نتكلم على المؤسسة المنتجة وهنا لابد أن المستثمر الحقيقي لابد أن نعتبره كشريك في النمو الاقتصادي وهناك كثير من المستثمر الحقيقيين فقدوا مكانتهم بسبب تغول مجموعة من أرباب المال حصلوا على قروض بنسبة كبيرة جدا يعني نعود أن نرجع لإحصائيات بنك الجزائر لما نلقوا ذلك الرقم مهول فكان بإمكانه أنه يوزع على أكثر من مليون مستثمر لكن تركزه في جهة واحدة هو المخلاج الديناميكية الاقتصادية من لم يحدث هذه الديناميكية الاقتصادية إذن لابد أن نعود للمؤسسة ونحسن بيئتها كل في جميع جوانبها ما هي العوائق في المجال الاجتماعي في المجال الجبائي في المجال التمويل إلى الأثنين لابد أن نحسن بيئة الأعمال الثلاثة لابد أن ننمي رأس المال البشري لابد أن نهتم بهذا الإنسان منذ الطفولة تاعه إلى وهو في سن متقدمة من التربية على مستوى التربية والتعليم على مستوى التكوين المهني على مستوى الجامعات لابد أن نرقم هذه المهارات الإنسان وقدراته ونعتني كذلك بجانبه الصحي وببيئة حياته الأمر الرابع وهو أن نكون عندنا ما هي القطاعات الاستراتيجية التي تحدث لنا النمو الاقتصادي نكون واضحين فيها إذن نحن حددنا أربع قطاعات أساسية إذن بدنا بالقطاع الفلاحة والصيد البحري ثم عندنا قطاع الصناعة ثم قطاع السياح حسب الترتيب هذا لأنه حسب المساهمة في الناتج الداخل الخام 12% 4.3% 2% ثم جئنا إلى الطاقة والطاقة حصلنا فيها إلى مجالين عندنا الطاقة الاستخراجية لابد أن نعظم من القيمة المضافة لابد من الصناعات البترولية نطورها يعني ثم عندنا الجانب الثاني وهو الطاقات المتجددة يبقى ثلاث قطاعات أخرى سمناها بالقطاعات المرافقة للنمو إذن عندنا قطاع المياه لأن قطاع المياه تستفيد منه الفلاحة وستفيد منه الصناعة إضافة إلى الاستهلاك البشري ثم عندنا قطاع البنية التحتية والنقل والإمداد ثم عندنا القطاع الثالث وهو تكنولوجيا الإعلام والإتصال إذن كل هذه القطاعات لدينا فيها رؤية ولدينا فيها تدابير ولابد أن ننظر إلى هذا ككل مركب لازم أن نخرج من سياسة القطاعات المنفصلة عن بعضها البعض هذا لا يؤدي إلى نمو ولدينا مستهدفات واضحة ثمان مستهدفات في مجال النمو ننقله نصل على مدى خمس سنوات إلى مستوى نمو اقتصادي خمسة بالمئة وبني على أساس أننا يتجاوز نمو السكان وهو 2.09% ويتجاوز معدل النمو العالمي 3.1% وأهداف أخرى في مجال الأجور في مجال توزيع الجغرافي في مجال التنويع الاقتصادي الإنتاجي والقطاعي إلى غير ذلك نعم سيد مختهوي فيما يخص الأستاذي أعطي توضيحات دقيقة سيد مختهوي فقط سؤال واضح سؤال واضح نعم سيارات إجراء إجراء استيرات السيارات أقل من ثلاثة سنوات نعم كيف تنظرون للإجراء هو السوق العالمي للسيارات دول متقدمة ستمشي نحو السيارة الكهربائية وهي اللي ستصبح شاملة هذه السيارة التقليدية نجيبها بأثمان رخيصة لأن الاقتصاد ستساعدنا لأن لما نمشي نجيب سيارة جديدة ندفع فيها مثلا 30 ألف دولار نجيب سيارة مستعملة بنصف الثمان أو ثلث الثمان وغادي يصبح في السوق لأن مؤخرا كان الباتري دي بليتونيوم اكتشفها جزائري في كندا هذه اللي تمشي السيارة 800 كيلومتر والسعر تحاملنا ثلث سنوات ولا سنتين يقول هي أقل من سعر سيارة تقليدية هما قادرين على هذه التكنولوجيا حنا باش عدنا المحروقات نبقوا ونمشيوا بهذه السيارات باش نمشيوا الاقتصاد بأقل تكلفة هذا هو السبب لترخيص باستعمال السيارات أنا مع الأستاذ فيما يخص النظرات هو راه يقول ولكن احنا لابدن نكون براغماتيين خاصنا نصيبوا حلول باش نخرجوا من النفق لأننا رانا دخلنا في نفق مسدود لأن المحروقات ما غاديش تمشي كتر ما راها تجيب لها تتناقص المدقل تاحها الحاجية تاع المجتمع ترتفع الحاجية تاع الدمية ترتفع لذلك احنا لازمنا نتحدو على كلمة وحدة النظرات سيارة المجيد تبون يقول لك ياودي هنا نخرج البلاد من الأزمة في ضرف قصير إذا كان مشيت وشعبت راني ما نخرش من النفق لذلك قلنا مكان مدام عندنا سوق عالمية في المواد الزراعية الركز في الزراعة العصرية تقنية واحتى هي تكنولوجية احتى هي تكنولوجية في هالتقنيات باش نوازنوا الميزان التجاري المشكلة تعمل ميزان تجاري لأننا سيدان خلصنا نجو نمشي والقطاع اللي ممكن نخلصوا به الديون لذلك القطاع اللي هو أسهل هو القطاع الزراعي حتى القطاع السياحي فيه مشكل لأننا نبنينا مركبات سياحية كان فيه تنمية وقادرين نبنيه أكتر بالصح ما نجيبش نمشي عند ياباني ونقول له رواح بسيف عليك الجزائر سياحة داخلية قبل خارجي لا ولكن المشكل اللي المتروح هو أن السياحات الداخلية على حسب المستوى منتعة الدخل تعالفرد المستوى تعالجزائري ما زال ما وصلش بش يخلص الخدمة السياحية خلصها الناس اللي عندهم هدو العشين في المياه اللي يتمتعوا بشوية هم يفوتون أو في الخارج هذا مكان الأخرين يحاوسوا يسلكوا بش نقول لك حاجة سياحة الداخلية سي فاصل بش ترياليزيها تعاود تقول لغير لنعاود نقول لطاريف العادي لأنه كل الناس تحاوس الربح السريع هذا مكان هو الربح السريع لم أطرع لنا كل نعاود كل واحد يدين المرش تأتي تأتي سبورسون كنس بورسون وتمتع عادلين على من وفرحنا برا عندنا علي وغير من لكو هذا مكان نقول لكم نحن ندرك المشكل التي لدينا في التنافس السياحة غابت خمسين سنة غابت ما غاديش نمليوم نقنع سائح باش نجيبوهنا ما مديرلو حتى الجنة ما يعرفكش شكونتا لأن باش تكتبني السياحة وقت طويل بسحل مما نتجد زيتون نوصلها لصين نوصلها لليابان نبيح حالهم بالمواصفات نبيح لأن السهل باش تسوق المواد الاستراتيجية الزراعية لخطر المواد الجزائرية استراتيجية ماشي الخضار هاد الطماطم وهاد البطاطا وهذا ماشي هو السوق السوق هو الشعير القمح البقول الجافة زيتون زيت زيتون طمور البرتقال العينب الزبيب إلى آخر هاد المواد الاستراتيجية لخاصة هلي كشوية سوق ماشي هكذا هل يتصدر إثيوبيا من الورود في العام هيتصدر 550 مليون دولار في العام خليينه 550 مليون دولار أسمح لي يا غستان أنا عندي سوق 200 مليار دولار تعزيت زيتون تنتظرني علش مشي نفس هنا إثيوبيا في 550 مليون دولار ولا نفس مصر في البصلة ولا البطاطا في البطاطا ولا نفس المغرب في الطماطم أنا عندي أسواق لأن الشي يساوي ثمن القطاع الزراعي الجزائري لأن هذا زيت زيتون لدوبليز سيد بختاوي يركز بشدة على زيت زيتون على الزخاء أنا من يوم أني خاجم أعلى 5 زيتون لأن لوكاياتين الوسطة عالجوا بها شوف سيدتي عالجوا بها السرطان نهائيا بدون شيمي تيرابي سيد بختاوي هناك سؤال آخر يعني ركزت على القطاع الزراعي ركزوا أيضا على المؤسسات النشئة لكن باختصار فقط لذيق الوقت مؤسسات النشئة نشوفوا أن الحكومة مؤخرا يعني قامت بتنظيم ندوات دولية لدعم نشاط الاستغتاب اليوم في برنامج مترشح تبون ماذا خصصتم لهذه عالي خاصة أنها عندها دور كبير لمو اقتصاديات الدول الكبرى هو هالمؤسسات النشئة هي لأنه يعيش في العصر ولكن المشكلة في الأسواق إحنا إذا كان مؤسسات النشئة مشت الخدمات الزراعية بطرق عصرية دائما لأن لما كان السوق هذا الشاب سينتج منتوج معين ولكن مثلا نقول شاب الجزائري تمشي تدير الأقمصة تخيط أسكت تبيع مع الصين أو البنجلاديش لا لأن أوروبا غلقت الناس إجتاح لذلك نقول مثلا نعم هنا لأن عندكم الظروف تنظروا المعرض راكين معرض نتع لزيسونس نتع لزيسونس هاللزيسونس تعنا قارقين العادة أنا كان معي خابير هوا هناس حسن وكان خابير أجنبي لما شفهم نخلع لأن هذه المادة الأولية موجودة في اليابان ماشي موجودة في العند ماشي موجودة في الصين ماشي موجودة موجودة في حول البحر المتوسط وإحنا اللي عدنا حضوض أحسن نوعية وأكثر إذن إذا كنشفنا فرنسا تنتج بهذا المواد المواد دولوكس هذه 420 مليار أورو إحنا اللي عدنا الفاضاء انتعنا هذا المتوسطي يفوت فرنسا خمسين مرة ولا ستين مرة إذن إحنا لذلك لازمنا نمشي في الاتجاه وإن كان لخطر الاقتصاد قلنا هو السوق إلا كان ما نبيعش نعطله دراهم ويفتن وكل شيء ومن بعد ما يسبش السوق لذلك ندهم للسوق والسوق هو اللي يساعدهم لأن السوق هو اللي يجر الإنتاج غادي يبرعوا أنا نشد شاب نديروا في زيت زيتون يخدم زيسانس ويخدم بروديو كوسميتيك ويخدم أشياء كثيرة أحسن ما نمشي نديره في مادة إلكترونية ولا في الناسج اللي غادي يحبس مينج مشي يبيع يعني تشوف أنه ربما ما يقدر شي نفس بها لا لأنه هما كلهم العالم العالم عبار على قرية كلهم يصنعون نفس المنتوج على شئ أنا ندخل في الضيق معهم وانا عندي الوسع أنا أنتم الشاب وحدين في الطريق الكبير الواسع سيتم تركيز على دعم المؤسسات الناشئة في المجال الزراعي ماذا خصصتم أيضا للمؤسسات الناشئة في برنامجكم شوف في برنامج الدكتور عبد العزي بالعيد هو خلق وكالة وطنية لتسيير المناطق الصناعية والمناطق لزوند اكتيفتي مناطق النشاطات وهذا وعندهم علاقة دائما بما يوجد على أرض الواقع هو البيروقراطية لتفادي هذا البيروقراطية والإسراع في جعل هذه المؤسسات المنتجة هو أن العملية ستبدأ من البلد رحين أيضا نوظف العملية ونحمل مسؤولية كبيرة من الشعبي البلدي هو اللي تكون عنده الكيابي اللي يستدر هو اللي عنده هو المفوض يعني في جعل هذه المؤسسات مؤسسة منتجة لأنه الآن رائع يجينا رائع يجينا المؤسسات كسبة صغيرة أو كبيرة ولكن بيروقراطية والمعويقات اللي يسيبهم هذا المستثمر في الطريق يتخليه يعني يستنزف نسب قوة على مستوى الطريق وما يلحكش الهدف فبناء على موجود على أرض الواقع فرحين نعطي صلاحيات كبيرة من الشعبي البلدي وهو يكون حلقة وصل حلقة وصل في الاستثمار هذا وهو اللي يكون الراعي والمؤطل الرسمي لهذه المؤسسات والرافق المؤسسات لأننا دائما نقول المرافقة هي إلا ما رفقناش المؤسسات من حد الوالو المؤسسات موجودة ولكن عدم أولا ترافقها في الإنتاج ترافقها في إيجال سوبل تطوير الصناعة التاحة وأيضا ترافقها في تسويق لأنه كل حاجة عندها علاقة بالأخرى فإذا كان نتجة تومكاش ونتسوق راح تتكسر إذا كان نتجة تومكاش الطرق اللي تلاحق بهم المنتوج راح ينزق وأيضا خلق الفضاءات التي تكون فضاءات اللي فيها التنافسية هذا هو الحل الأول والآخر نعم سيد مدني الحكومة مؤخرا غزلت المؤسسات الناشئة لكن إسهامها في الاقتصاد الوطني ما يزال يعني ضعيف ويشهد نمو يعني بطيء ماذا خصصتم لها أيضا في برنامج مترشح بنغرينا فيما يخص المؤسسات الناشئة وما يسمي لستارتوف هذا في المجال التكنولوجيا الإعلام والإتصال في مجال التقني احنا قلنا في التشخيص أننا نطلق من الثورة الرقمية اللي رأي موجودة الآن وهذه الثورة الرقمية أثرت على مستوى السلوك الإنسان وأثرت على مستوى السلوك الاقتصادي وأثرت حتى على مستوى السلوك الحكومات الآن نتكلم عن الحكومات المفتوحة Open Government نتكلم عن البيانات المفتوحة نتكلم عن البيانات الضخمة الآن هذه الثورة الرقمية والأدوات التي تسمح بها في مجال تدبير سواء كانت شأن الاقتصادي الخاص أو تدبير شأن العمومي سيؤخذ بها وبتالي لهذه المؤسسات الناشئة لها دور كبير لكن لابد أن نوفر لها البيئة أنتاحها الآن هناك قانون للتجارة الإلكترونية لكن على المستوى الميداني مازلنا بعد نحتاج في مجال الدفع الإلكتروني المنظومة البنكيرية يعني كانت هي من بل المشكلة التي يتحدث عليها حتى المقاومة الشباب هذا مشكلة كبيرة جدا في هذا المجال هذه لابد من مجابعة هذه الجبهة وانطلاق في إصلاحها إلى غير ذلك هناك أشياء أنجزة لا يتم إنكارها لكن نمر بخطوات بطيئة جدا قضية الشمول المالي أن تكون هناك حسابات بريدية وحسابات بنكية لعموم الناس وللأسف شديد أن هذه الثورة أتاحت لكثير من الدول نتكلم عن الهند ومليار ومئتين مليون نسمة بفعل هذه التكنولوجيا استطاعوا أن يصلوا إلى الشمول المالي وأصبحت كل المواطنين أو غالبية المواطنين يتوفرون على هذه الحسابات التي يتم التحكم فيها من هواتف الذكية التحويلات المعاملات التجارية إلى غير ذلك نتكلم كذلك في هذا المجال ربما الآن نازلنا نتكلم عن استجيل التجاري الإلكتروني في الجزاء نتكلم عن استجيل التجاري الإلكتروني كيفاش وسياسة اتصال كيفاش نقنع التجار أنهم يديروا نازلنا نتكلم عن أننا نقنع التجار أنهم يشيروا أجهزة الدفع الإلكتروني إلى غير ذلك لابد من تسريع هذا المجال لأنه خالق للطروة وخالق للطروة الرمادية الجزائريين الآن خريجي الجامعات لديهم إبداعات كبيرة جدا يعني يمكن الآن من خلال تطوير البرامج الإلكترونية المساهمة في عدة أعمال عن بعد يعني هذا موجود يعني هذا موجود في كثير من بل نقول لك أن كثير من الجزائريين العائق الوحيد نتاحهم وقضية الدفع الإلكتروني وإلا سنشهد ثورة كبيرة في ذلك المجال نحن قلت بأننا سنعتمد من بين مشاريع استراتيجية كبراء ونحن ندرنا عشر مشاريع استراتيجية كبراء المشروع الاستراتيجي رقم واحد وهو النظام معلومات وطني مدمج بمعنى أنه تسيير الفضاء الاقتصادي والتسيير الفضاء الاجتماعي بمعنى أن الحكومة القادمة لابد أن تكون لديها لوحة قيادة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية كل شيء يتحرك لابد أن يكون أمامها في كل القطاعات وبالتاني نحتاج إلى استثمارات كبيرة في هذا المجال وبالتاني نحتاج إلى طاقات كل الشباب في هذا المجال نحتاج إلى تطوير اقتصاد ما نسميه باقتصاد الخدمات لا نتكلم على مكتب صغير تعلم فرمات البيروتيك لا نتكلم عن مجال إدخال البيانات وهذا يعني في الهند مليار ومئتين ألف الناس ما كيف استطاعوا أكمل فقط الفكرة أستاذ سؤالي هذا قضية تعبو جيالة نحن الجزائر قاعدوا جدور في الأخر ما يعرفش يستعمل البودير بنك ما يعرفش يستعمل كومبيوتر عنده هاتف نقال ويعرفش يستعملوه لا هاشف نحن نشوفه المتوسط تع السن نتعمل مسيري البونك في الدول الخليج ولا دول الأوروبية ولا في الجيران تاعنا ولا 30 سنة لا هذا الإشكال نحن المتوسط أسرح لي يا أستاذ نحن المتوسط 70 سنة لا خصنا نعرفه باللي هاتف تقنيات اللي رك تكلم عليها عندها مواليها عندها جيل 60 بالمئة شباب أسمح لي عندها جيل عندها جيل تح هذا الجيل هذا نعطيه له المشعل وهو اللي يستعمل هاتف تقنيات لأن المشكل اللي عندنا المشكل اللي عندنا حتى الأب مع أولاده هو يقبض كل شي وما يخلي لولاده ولو وهو ما عارف هو ما زال يكتب بالكناش ما زال يسجل بالكناش ويسجل لا لا هذا الجيل اللي راه جاي هو اللي لازمنا نتكله عليه وعنده إمكانيات كبيرة هنا رمع بالعيد اسمح لي هنا أنا ما عليش اختبع ها سمح لي ما عليش والله نحب نعيد ونحب نحب نقرأ ونحبهم كلهم آما أصغرهم شي والله نحبهم كتير الحمد لله ربنا لدينا نخبة مليحة خمسة فرصة نسميتهم هنا لأن لذلك البرنارف تاسعب المجيد تبون قال لك أنا خصني نعطي لمشعل الشباب في كل سنين ولاقص وكله ننسحبه تنسحب جيل ويجيوا الأجيال جيلين ننسحبه هل نتكلم عن قضية انسحاب هنا المقاربة التشاركية لأن انتهى أن شخص يسير الآن الجميع يسير الآن لابد المجتمع المدني يكون حاضر لابد أن في القطاع الخاص حاضر والحكومة تكون حاضرة هذا وش معنى نظام حكم الراشد أن الجميع يشترك مع بعض في إدارة الشأن العام أنا أعطيك على سبيل في رؤية تشاركية الشرطة الشرطية تعنا كلهم شباب تقريبا 70% إلى 80% كلهم شباب شوف جهة الشرطة كيش يمشي لقد عندهم ثقة فيهم ومتمكنين مع يومهم مع اليوم ويعرفوا حتى يتكلمون مع الشباب كيفهم شاب مع شب لذلك احنا في المجال في المجال لازم نجيبوا الجيل الجديد الجيل الجديد عنده إمكانيات راهم يروحوا الخارج راهم يثبتوا الجدارة تحمل راهم من نمشي أنا مشيت لإفريقيا الجنوبية 5000 إطار جزائري نمشيت لروسيا صبتهم وينما نمشي نصيبهم وواحد القدرات عندهم وواحد الإمكانيات لذلك احنا نقوله باللي شباب جزائري قادر على شغله ونعطيه هالمشعل تاعه ونتهنه من المشاكل هو اللي غد يحل المشاكل نعم سيد مدني تكمل الفكرة باختصار تكمل الفكرة باختصار معه لما نتكلموا على تكنولوجيا الإعلام والإتصال ماهوش بزوان دوليوكس ماهوش حاجات تاع اليوكس هناك خدمات لا ميتريز هناك خدمات تخفف على المواطنين تخفف على المواطنين الآن نتكلم على الهند الآن يتكلمون بالبصمة حتى البطاقات الإلكترونية انتهى متحتاج في وثاق تروح بالبصمة أو بالقرانية العين كل المصالح تقضى وبالتالي هناك خدمات الخدمة العصرة الخدمة العامة نحن جعلناها في البرنامج ورشة من ورشات الأساسية عصنة خدمة العام القضية الثانية الجزائريون الكفاءات في الخارج نعتبرهم شريك أساسي في التنمية وفي برنامجنا نعتمد على الخبرة الوطنية والخبرة الأجنبية ليس معنى أنه جسدي نرى خارج الوطن لا هو جزائري متواجد خارج الوطن وسيزهم في التنمية وسنسهل كل المجال الاستفادة من خبرته والاستفادة حتى في المجالات الاستثمارية نحن سنطور بورصة وكذلك كان خبراء أجنب نعطيك الرقم للضابط لا حتى الأجنب لماذا نبقى جزائريين جزائريين كما عندنا خبراء جزائريين وإطارات جزائرية في الخارج نجيبه خبراء أجنب من الهند نجيبه من الصيد نجيبه ويساعدونه هنا في التنمية لأن العالم لا تتكلم عن ستتتكلم عن داخل يعني في نقل نقل التكنولوجيا وممشاتش نخليه سوق العمل نخليه السوق العمل هو اللي يحكم جزائري يصاب روحه يصاب روحه في أمريكا يروح لأمريكا أمريكي يصاب روحه في الجزائري يجي الجزائر إذن نخليه السوق هذا إذن نحن شي لن نقوله عليه المشكلة تعنا المشكلة هو في كونا في التعليم عندنا الحمد لله إطارات نحن لا يسقلنا تمر بما صغار نحن لا يسقلنا ما نعرفه وشه هو المعلم ما نعرفه وشه هو الطبيب ما نعرفهش من لا شي انطلقنا والحمد لله اليوم الجامعات في كل شي وإطارة تعنا وصبحنا احنا نعالجوا الأوروبويين طيبان تعنا وكل شي هذا ما شيء نفرغ منه المشكلة في الجزيرة هو البنية الاقتصادية ما بنينهاش تكلمنا عن المحروقات الإنسان عدنا البنية أسمح لي لا هاشوف أسمح لي الإنسان عدنا إنسان تعنا قادر وموجود ومتكون يبقى البنية الاقتصادية لازمنا نبني ببنية اقتصادية تنافسية لحد الآن ما نقدروش نفسه ما نكذبش على روحنا ما نقدروش نفسه في الصناعات نقدروش نفسه في الخدمات في السياحة نقدرو نفسه في الزراعة بحكم الأرض اللي اعطاهنا أرض الشهداء اللي ربيه وابناهنا المنتوج تعنا ما كانش جيهة أخرى في عدنا احنا لأنها تومور الفريكتوز ما تصيبها جيهة أخرى نأكد لك أسمح لي سيد بختاون سيد بختاون سيد بختاون سيد بختاون انت بنيت الاقتصاد تاعك على مدخل تاع بيترول اللي ما تجاوزش خمسين مليار دولار أنا راني نقول لك في الزراعة عندك ألفين مليار دولار تعسوق كيفاش ما تقدرش تبني بها اقتصاد انطلق من الواقع الواقع الصادرات الجزائرية الآن لا تغطي إلا أربعة بالمئة من الواردات الزراعية حتى لا نذهب بعيدا سمح لي الآن ما نصدره من الميزان التجاري الزراعي ربعة بالمئة سمح لي توجه هذا يكون توجهه تدريجي شعف علش توجهه تدريجي علش توجهه تدريجي دير مركبات تحليت مياه البحر وحول المياه نعطيك فيما يخص الحاليب نتعى الأغنام في ثلث سنوات واللي تصدر الحاليب فيما يخص الحبوب في ثلث سنوات واللي تصدر الحبوب فيما يخص الأعشاب الطبية في السنة الأولى تصدر الأعشاب الطبية فيما يخص الطمور فيما يخص لأنك ها سمح لي لأن المشكلة ها سمح لي لا المعطيات لأن المشكلة ها سمح لي شوف المشكلة أنا اللي درسته لأنه في الميدان الزراعي هذه المدة أنا بروحي وكسروني حطموني لما درت هات الزيت أعطوا اللوبيات في إسبانيا وفي إيطاليا مدوا دراهم كبار باش كسروني وعندي حتى الدليل نعطيك حتى حتى الوثائق وهو ما رحهم خلوها لي تفاهمت سوف نعطيك على سبيل المثال في الزيتون سيد بغتاول لا ها سمح لي نعطيك معلومة تفاهمت مع المنتجين تعخيان وساراغوزا ومع لونورد الإسباني عندهم 20 مليون شجرة زيتون غير صلحة الاستهلاك يحولوها للجزائر يعودوا لخدر الزيتون وينقل يغرص عدنا البرتغاليين عندهم 40 شجرة زيتون الإيطاليين عندهم 250 مليون شجرة غير صلحة الاستهلاك لأن الزيتون لا يندرج لحد المطلوب للاستهلاك لو كانوا نتفاهموا معهم ونفتحوا لهم مجال ونديروا معهم شراكة الزيتون هذا يدخل في الإنتاج في سنتين ثلاثة لأنه وجد ينقلوه يحطوه هنا يخدموه ونبقوه في الأسواق إذن هذا واقع لأنه سيد مختاوي معدد مشاهدينا السلام عليكم موسيقى موسيقى موسيقى